بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم وكل عام وأنتم بخير مضى عام بأفراحه وأطراحه وسيأتي أعوام بالخير لك يا أهلي إبراهيل أهلا بك يا شوانس أهلا بك يا عزائي المشاهدين وكل سنة وأنتم طيبين في مستهل حلقة اليوم لقاء الخميس من ملك وكتابة الحلقة التي تحمل الرقم 727 تأتي في مفترق السنين سنة خلاص بتلملم أوراقها للأخيرة وعلى مشارف عام جديد أعاده الله على مصرنا الغالية باليمن والخير والبركات إن شاء الله وكل سنة كل المصريين بكل خير يعني الحقيقة يعني يفصلنا عن العام جديد يوم يوم لكن السنة يعني أشوفك السنة الجاية إن شاء الله العام الماضي ده ستوقف التاريخ أمامه ستوقف التاريخ أمامه ومخرجنا هيتوقف معنا عند أبرز ما في الحلقة من عنوين مقالي ومقاله عام تاريخي وخطوة على الطريق الغربال شيطانة الأهلي لعبة مكشوفة لكن بعضمة لسانه ها فينك يا باش مهندس الشمع الحمراء عن عمر سلطان باشا وأسرار الملك عن الرحالة العاشق لكن مجلاتنا هي اليوم ومن أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة تباعا إن شاء الله نتمكن من مناشته كاملا لكن زي ما تعودت دائما وأبدا ضربة البداية مع مقالي ومقاله عام تاريخي وخطوة على الطريق سنة تاريخية فعلا مؤكد مليئة بالأحداث التي سيتذكرها التاريخ لأن النادي الأهلي عمل فيها مجموعة من القرارات والإنجازات كل قرار فيهم على مفارقة في عالم الرياضة وفي عالم الإدارة وفي عالم الأندية وتطوير المناخ الرياضي وفي المقابل سلبياتها أنها جاءت في أسوأ عام للإدارة الكروية المصرية نبتدي بالحاجات من وجهة نظري اللي حتكملي عليها لماذا هو عام تاريخي للنادي الآن لأن في مجال القرارات الإدارية التي تستشرف المستقبل صدر مجموعة من القرارات أهمها إنشاء ثلاث شركات شهدنا واحدة منهم بدأت انطلاقها وجمعتها العمومية وخلق لها شركة الكورة ثم شركة الإنشاءات ثم شركة الخدمات اللي هي فيها سياحة وفيها خدمات أخرى الثلاث شركات دول أهميتهم إيه؟ هو تنفيذا لتوجيهات الدولة بأسماح للمؤسسات الرياضية ومنها الأندية طبعا بالاستثمار وإنشاء شركات أو دخول في شراكة فبضر الأهلي بعدما كان عنده شركة الأهلي إنتاج الإعلامي والتسويق أصفرت عن قناة الأهلي ومجموعة أخرى من المشروعات والقرارات الأخرى زي اللي حصل دي يعني نقدر نسميها هولدن كامباني شركة الأم أهلي وإنتاج الإعلامي ثلاث شركات دول كل واحد والقامات التي تدير هذه الشركات قامات هي الأبرز كل واحد في مجاله سواء الأستاذ ياسين منصور طبعا عبقرية اقتصادية في مجاله الأستاذ أيمن إسماعيل في الإنشاءات عبقرية اقتصادية في مجاله وإنشائية ومعمارية ثم أيضا الوزير أصابق يحيى رشد خبير في مجاله لا يشق له غبار تستفشر خيرا اتكونت الشركة زي ما عنا شايفين موجود دلوقتي بعض مصفة فما حتفظنا بالألقاب هقول لك بمناسبة لأن المهان سعدل أشار الجزئية مهمة أن السنة دي شهدت انطلاق وتأسيس هذه الشركات ده الاجتماع الأول أول اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأهل لكرة القدم هي إيه تكوين الجمعية العمومية بالزبط عشان تبقى الناس لنا دي شركة برضو هترتبط بأحلام وطموحات ومتابعات الجمهير الأهلوية تاريخيا بالتأكيد لكن كابت المحمود الخطيب رئيس النادي جمعية أو شركة الأهل لكرة القدم من الشركاء فيها النادي الأهلي شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلة الأهلي هذه الكيانات المستقلة كل كيان فيهم له صفة مستقلة فتشاركوا على تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم أصبحوا هم دول المكون للجمعية العمومية لهذه الشركة فحاضر كابت المحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي المهندس خالد مرتاجي أمين السندوق ممثلا لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي كابت الحسام غالي عضو مجلس الإدارة مفوضا من المجلس بالتنسيق ما بين النادي وما بين الشركة ثم إبراهيم المينيسي كرئيس تحرير للمجلة ممثل لمجلة الأهلي دول الشركاء الشركة بقى الهيكل بتاعها الإداري أستاذ ياسيم منصور رئيس الشركة المهندس مصطفى فاهمي نائب رئيس الشركة والأستاذ عمر شاهين المدير التنفيذي للشركة دي قصة الجمعية العمومية أهمية الشركة دي هنا هتكون مستقبل إدارة كرة القدم في النادي الأهلي الكينات اللي موجودة فيها عندها الخبرات وعندها القدرة وعندها الاتصالات وعندها الملاءة الزهنية وكل شيء والإدارية هنا تدير وتعمل نقلة مؤكد الناس كتير تتصور أن ده يعني خدت كرة القدم وراحت بيبعيد عن نادي الأهلي أبدا ما زال مجلس الزهنة النادي الأهلي هو يملك هذه الشركات كلها من خلال جمعية العمومية اللي فوضته بنشاء هذه الشركات فيش حاجة تتعمل من فراغ أو الوعد صحيح فده مهم والشركات الأخرى كل شركة تبتدي تعمل اجتماعها تأسيسي وبعدين تنطلق بمجلس إدارتها حنشير إليها ولازم يكون لنا في المستقبل القريب لقاءات مع قيادات هذه الشركات ناخد منهم تصورهم برامجهم أهدافهم مهم جدا الناس بتسأل هم حيعملوا إيه فتطلع أشعاء كتير جدا هم تصورين دلوقتي الأستاذ ياسين يعد حجيب كذا كذا هو جاي ودير شركة هو لو كان عايز يدعم بشكل فردي ما كانش محتاج أن يكون رئيس مجلس إدارت الشركة والرجل عمل ده كتير إنما هو جاي يقول الشركة دي عمل مؤسسي هننظمها بحيث تصبح عمل مؤسسي يسفر عن خطة قابلة للتنفيذ وأهداف قابلة للتحقيق هادي واحد طيب بعد الشركات دي لماذا هو عام تاريخي في مجال الإنشاءات وضع حجر الأساس يا أستاذ إبراهيم بس الأول عند الناس لازم تتوقف قدام دي وضع حجر الأساس والاستقرار عن يكون الأستاذ والمدينة الرياضية والأسواق والإقصادية في الشيخ زايد وما كانوا تحدد وخذنا الموافقات هذا حدث في غاية الأهمية لأنه ده بيضعك دي أقولك هي عن رانوي انطلق بقى مع مجموعة طبعا الإنجازات الأخرى في الفروع والتطوير الذي حدث ثم التطوير الذي والنتائج المبهرة في عالم كرة القدم في عالم الألعاب الأخرى وكل الناس شافت الجاهد اللي تبانى الذي بوزل عشان الألعاب الأخرى تقف على رجلها تبقى المرشح الأول في كل البطولات اللي بتخشها فضلا يعني نهيك على أن ما سيحد يقولك ما تخسرت في الباسكت النارد هنتكلم عن هذه الخسارة الغير مخلقة هنحكي في أسبابها ولكن أرى أن النادي الأهلي يسير بشكل رائع جدا في تحقيق أهدافه ولكن السيء من وجهة نظري عشان تبتد أنت بقى تنطلق في الجيد والسيء هو ما نشهده في الإدارة الكروية لا يمكن أن يختطف الاتحاد الدولي الكرة المصرية من خلال مجموعة من الموظفين يعملوا لديه يحققوا أهدافه وليس أهداف هذا الوطن ما يتحقق على أرض الواقع في الكرة المصرية يتخلف ببعيد عن كل المنجزات الأخرى اللي بتبذلها الأندية بلا يعني تفريق كل الأندية بتبذل غاية ما عندها أنها طور الكرة ولكن يبقى اتحاد الكرة يشد الجميع إلى مناطق ما هيش بتاعتنا مش هي دي أحلامنا مش هي دي رؤيانا فتلعب بطولات زي البطولة العربية كأنها لم تأتي في حين عشان تجرب ناس ما يبقوش عندك في الاربعين لعيب هنتعرف اختيارك آه يا سيدي عرف بس لازم تفهم لك حاجة نذهب إلى الأمم الأفريقية في أسوأ لحظة من تعارض المصالح أكد في تفاصيل بين الأمم الأفريقية ومصلحة ممثل أفريقيا المصري في كأس العالم للأندي هذه هي جزء مستلبيات ما ذكرتش كل حاجة ولكن أرجو مع انتخاب المجلس الجديد وتكوين الرابط بصلاحيات واضحة وقرارات واضحة لنشوف تعديل نتمنى لكن زي ما بقول لحضراتكم هذه الجلسة الأولى للجمعية العمومية لشركة الأهل لكرة القدم قرر تعيين الكابتن على عبدالصاد نجم ومدير الكرة في الأهل السابق عضوا بمجلس إدارة الشركة وقبول استقالة الكابتن حسام غالي بعد انتخابه عضوا في مجلس إدارة النادي إذن بينضم الكابتن على عبدالصاد كعضوا في مجلس إدارة شركة الأهل لكرة القدم ماذا تقرر في هذا الاجتماع كلام كان مهم من الأساس عمر شهين المدير التنفيذ للشركة عقب هذا الاجتماع نشوف كان عندنا الجمعية العمومية الجمعية العمومية الأولى للشركة الكرة القدم الهدف منه طبعا كان ان احنا بنسق يعني إجراءات بروتوكولية أكتر منها انها قرارات كان عين مراهب حسابات وبين عين المستشعين القرانونيين بنعتمد الميزانية الابتدائية للشركة وشوية قرارات تانية تخص بداية العمل داخل شركة كرة القدم يعني وطبعا بالتم في حضور الممثلين كان معنا الكابتال محمود الخطيب ورئيس النادي ممثل عن النادي اللي هو للي النسبة الأكبر من أسهم الشركة طبعا وبرئاسة ياسيمي منصور رئيس مجلس الدارة الشركة وحضور مصطفى بيفاهمي نائب رئيس الشركة مؤنس خالب مرتاجي عمين صندوق أستاذ برون ممثل لمجلة النادي الاهلي بالأضافة طبعا لكابتال حسين غالي لأن ده كان آخر جلسة لي لقدم فيها استقلته من عضو مجلس الدارة الشركة عشان انضموه طبعا لمجلس الدارة النادي الاهلي وتم الاتفاق على أن هيحل محل كابتال على عب صادق في مجلس الدارة الشركة النادي الاهلي الكورتر قدر كل طفيق للشركة بكامل تشكيلها كل الأمنيات أن يكون كل عضو بما فيهم أحدث عضو كابتال على عب صادق يستطيع أن يضيف من خلال الشركة والعمل المؤسسي التي ستضرب بالشركة ننتظر ومعنا كافة جمهير الاهلي في كل مكان أن نرى تطور وأهداف تتحقق بإذن الله على الأرض الواقع طيب المونس عدل أشار إلى أن العام 2021 كان عام بالإنشاءات والطفرة الإنشائية الكبيرة في النادي الاهلي شفنا تطوير الأسوار شفنا افتتاحات كبيرة كانت أخرها مجمع الصلاة في الشيخ زايد لكن النهاردة تحديدا المجلس الإدارة بيواصل عملية البناء والتعمير واستكمال البناء التحتية في مقرات النادي المختلفة كابتل محمود الخطيب كان حريص نهاردة على جولتين لتفقد منشآت النادي في مدينة نصر وفي الشيخ زايد الحقيقة يمكن الكابتل الخطيب في الفترة بتاعة الدعاية الانتخابية قال أنه الموسم الدورة هي دورة الشيخ زايد في التأكيد على أنه في طفرة إنشائية متواصلة لمرافق الفرع النادي في الشيخ زايد أنا فهمت حاجة أعمق ربما نشهد بداية إنشاء الأستاذ طيب ده جولة يوم الحد كان الكابتل الخطيب في مدينة نصر النهاردة كان في الشيخ زايد الجولة دي اللي رفق وفيها المهندس سامح علي كامل المسشار الهندسي لمجلس الإخدارة واللي هو خالد عبد الرحمن مدير فرع الشيخ زايد واللي هو يحيي أبوظة مدير الأمن في فرع الشيخ زايد هتلاقيهم بيتابعوا إجراءات ما تم على أرض الواقع والمهندس سامح بيشرح كل الإجراءات اللي بتجري حاليا الكابتن خطيب حرص على التفاقد المنطقة الخاصة بإنشاء المسجد الجديد اللي حيتم بنائه على مساحة كبيرة بعد ما خلص النادي إجراءات الترخيص اللازم به على أن يتم البناء في عمليات التنفيذ خلال أسبوعين البدء في التنفيذ خلال أسبوعين والمهندس سامح علي كامل زي ما أنتم شايفين بيشرح لكابتن خطيب أن العملية الإنشاية في الشيخ زايد ماشية بشكل سريع وبوطيرة متميزة تم افتتاح مجمع الصلاة الجديدة من أيام قليلة عمل مبهر يا أستاذ إبراهيم لما تزوره عمل مبهر مجمع الصلاة صحيح أكد كمان المهندس سامح علي كامل أن جميع المنشآت من أسوار ومباني بتتميز بهوية النادي الأهلي وتم بناءها بتوجيهات من الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة وبيأكد المستشار الهندسي للنادي وفقا للبرنامج الإنشائي اللي أعلن مسبقا الشيخ زايد لماذا لأن الشيخ زايد عندك أكبر مساحة من الأرض في هذا الموقع المتميز اللي حدوده الطريق الصحراوي وعمقه مدينة الشيخ زايد أي ف135 فدان لما تعرف أنك اشتغلت على تلت المساحة فقط حوالي حاجة واربعين فدان يعني تقترب من الخمسين فدان أي هذا معناه أن ما تحقق تلت المستهدف أي بس التلت الاختصادي الرياضي الحلم في التلت المتباقي في التلتين المتباقيين ولذلك عندما ينتهي العمل في هذا الصرح العظيم لا سيكون نطرة كبيرة جدا للأهل والرياضة المصرية فعندما يقول أن مجلس الإدارة يرى أن العام القادم عام الشيخ زايد الأرض الآلي في الشيخ زايد هو بيدينا يعني طاقة للتفاؤل أننا نشوف هوية النادي نصر شوف الخطيب كان في جولة في مدينة نصر يوم الحد شوفوا بقى المنشآت الحديثة الحياة المدينة نصر رحف لا رحف عدة تانية خالص سبع نجوم سبع نجوم الحقيقة يعني وانا الناس يقول لك الجراش ده الباركينج اللي اتعمل جوء النادي الأهل ده ده ما عندكش فكرة استراتيجيا يعمل ايه يعمل ايه في المنطقة كلها ايه ويعني يريح العضاق بشكل وسكان المنطقة ويساهم في تنمية المنطقة وسيولة المرورية وكل حاجة المنطقة هنا باقت بديعة لما تشوف الدول عملت محاور وطور وانفاء مع الباركينج احتوال النادي الأهلي من جوه لقى المنطقة دي رحت في حتة تانية خالص ده تفقد منشآت الأهلي في مدينة نصر الحياة اللي بتتكامل مرة بعد التانية عشان تضيف للبنية التحتية انت حنت بنتكلم في نادي يا جماعة بصوا بيبني في كل الاتجاهات ولو بيبنالكو لقطات من فرع التجمه هتلاقيه خلاص في الفينشينج تقريبا بيجهز بيجهز للافتتاح خلال الأيام القليلة القادمة أو بضعة شهور يمكن ويكون جاهز مع مستهل العام الجديد يعني أستاذ زبراهيم 135 فدان في الشيخ زايد وحوالي 50 فدان في مدينة نصر وحوالي 50 فدان في التجمع غير 18 فدان اللي هي المساحة الأصغر لأنها مخنوقة في كتلة سكانية ومقفوصة البلد اللي هو الجزيرة حوالي مشروعات على 250 فدان تقريبا يقوم النادي القلي بتعميرهم في مناطق مبعثرة في أحياء القلي بما يشكل يعني خدمة لا مركزية للمجتمع المصري وتنمية لا مركزية للأحياء اللي بيتواجد فيها هذه الفروع فعندما ينفق الأهلي مئات الملايين الناس لازم تبقى فهمة النادي الأهلي مش بيجيب لعبة كرة بالفلوس دي ولكنه بينمي ولا يقصر مع الكرة ولا الألعاب الرياضية مسألة صعبة مش سألة لا يقوم بها إلا الأهلي وتحتاج نوع من التعاون زي ما قلنا قبل كده أنت بتعمل ده في كل الفروع أيوة في كل الألعاب في كل الفروع في كل الألعاب بكل الإنشاءات يعني تعرف السكان اللي عاديين في التجمع مستنين لفتتاح النادي الأهلي وكانه الحدث الأبرز في تاريخ المنطقة القاهرة الجديدة حيعمل في المنطقة دي والناس كلها عادي تجري تسكن حوالين النادي الأهلي ولا يفصل عن العاصمة الإدارية الجديدة غير ثلاث دقائق ثلاث دقائق نفس الطريق ونفس المحور كمّل كده تبقى في العاصمة الإدارية الجديدة إذن أنت محاط يعني وتكمل يعني ما يحدث على أرض الواقع من دعم وإنشاءات تهم سكان مصر بشكل عام والأهلوية بشكل خاص وأنا أزعم أن بإذن الله مع افتتاح هذه المقار بكلام الهيئتها الناس هتحس بتأثير النادي الأهلي في مجتمع ده كلام مهم جدا وده الدور اللي النادي الأهلي بيتنغل فيه مع وطنه ومع قيادات البلد في المزيد من الإسكان والتعمير والبناء والإنشاء أعتقد الأهلي في هذا الاتساق العام التام بيضيف الكثير إلى البناء التحتية الرياضية لخدمة الحركة الرياضية والشبابية في مصر 2021 كانت سنة فيها الكثير من المنجزات الرياضية والإنجازات الإنشائية لكن كانت سنة الصوبر لعلها السنة الوحيدة في تاريخ حتى الآن التي يفوز فيها فريق في سنة واحدة ببتلتين أبداً مع أي فريق إلا مع الأهلي عشان كده 2021 ودعاً يعام الصوبر طيب أنا ليه بقول العام الأسوأ في الإدارة الرياضية أستاذ إبراهيم أعتقد لما تشوف يعني دي السلبية أنك تخسرت الدوري طبعاً بطولة المتش الواحد بيحصل فيها هذا الكلام نتيجة إيه برضو الإدارة الرياضية أنت فريقك يبدو مكتملاً بعض الأحيان لكنه مش مكتمل لأن كل اللعيبة رجعة من الإصابات منهكة يعني مستوية متخلص عليها موجودين بأجسادهم ولكن لا بكامل اللياقة البدنية والنفسية والفنية فتبدو مكتملاً وهذا اللي أنا خايف منه المرحلة الجاية أيضاً حتى لو لعيبتك جاتلك في مرحلة ما على كاس العالم أنه يجو لك بهذه الحالة لأنك لما تشوف اللعيبة رجعت إزاي من كاس العرب في أسوأ لحظتها كل فرقنا راجع وكأن الجهاز الفني أراد أن يرهق هذا هؤلاء اللعبين محدش عنده ثقة في نفسه محدش سليم بدنياً محدش توظف صح محدش خد الرعاية والعناية التي يستحقها كلعيب دولي من الإحترام والثقة فجاي فاقد السيقة فاقد اللياقة فاقد يعني عملية وكان الكروش ده ربنا صلطه على الرياضة المصرية كانوا فرحانين في الأهل دلوقتي بيعانوا من غياب مثلاً طريق حامد ومصطفى فاتحي برضو علامات استفهام أنت طريق حامد واحد بكل الملاحظات اللي عليه من أبرز المدافعين اللي في مصر مصطفى فاتحي واحد اعتمدت عليه بشكل رئيسي جداً في كاسة العرب سيبك الاتنين فصل اللي أنت ما حتطمش أصلاً في الاربعين وخدوا يعني كل الدعم على حساب ناس تانية فأنت يعني ماذا تريد من الكرة المصرية كيروش طيب أنت عمل تتكلم المهم بتصفيات كاس العالم هل نفع من كده أن كاسة الأمم الأفريقية حيبقى بروفة لتصفيات كاس العالم عشان تبتدي ترجع للتشكيل اللي أي واحد في الشارع حيقولك عليه في مصر الآخر يعني إنما خلص حنسيب هذا الأمر لكن اللي ما قدرش أفهمه انتظار مصر بمجموعة من الموظفين بمرتباتهم بتطلع من الاتحاد الدولي بقالنا تالت سنة لجنة خمسية تقعد سنة وتمن شهور ولا حوالي سنتين ثم تقال لتأتي لجنة ثلاثية ثم تصبح ثنائية وهي في جوهر الأمر أحدين لجنة الرجل الواحد اللي رؤيته مليئة بالتكبر والعناد والكلام اللي كل ما يطلع يعمل أزمة كل ما يقول كلمتين هذا الصديق اللي أنا يعني من كتر حبي له زعلان منه جدا لأنه خيب أملي إلى أقصى درجة أحمد مجاهد لا يرى إلا أحمد مجاهد الآن ولا يرى إلا مستقبل أحمد مجاهد في الكاف والاتحاد الدولي على خطة هاني بريدة ماذا استفادت الكرة المصرية من هذه الخبرات في المراكز الإقليمية الدولية أحد يشاور لي على مكسب واحد ولا حاجة ها إنما فينك يا باش مهندس ده كلام مهم جدا بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وما تخافش على الآلي الطلاب الآلي بياخد من كل سنة الدرس والعزة علشان يبني عليه في السنة الجديدة فإذا كانت كرة القدم عانت من مشاكل تحكمية كثيرة في هذا العام فالأمل إن شاء الله تعالى إن الموسم الجديد أو الموسم الحالي مع مستهال للسنة الجديدة يشهد أداء أفضل لكن كمان مش بس إنجازات على مستوى الإنشائي أو على المستوى التشريعي أو على مستوى التنظيم الأداء الاقتصادي للنادي لا ملوك الصلاة كانوا في 2021 حاضرين وبقوة كان عام 2021 الذي يودعنا بعد ساعات قليلة عام الفرحة والانتصارات والسعادة على جماهير الأهلي في مسابقات الصلاة حيث سيطر نجوم المارد الأحمر على معظم ألقاب اللعبات الجماعية والفردية رجال وسيدات في جميع الأعمار السنية بفضل الدعم لمحدود من مجلس إدارة النادي الأهلي والصفقات الجديدة التي أبرمها هذا الموسم لدعم اللعبات بنجوم ومدربين مميزين قادوا النصر الأحمر للتحليق عاليا في منصات التتويج البداية مع الكرة الطائرة حيث نجح فريق الرجال بالنادي الأهلي في التتويج بلقب الدوري وحصل على المركز الثاني في مسابقة كأس مصر بينما حققت فرق النشئين ستة بطولات وعلى صعيد السيدات نجح الفريق في التتويج بالثنائية المحلية دوري وكأس مصر بينما حققت النشئات ثلاثة بطولات وفي بطولات اليد تويج فريق الرجال بلقب كأس مصر بينما نجحت فرق النشئين في تسع بطولات وعلى صعيد السيدات فتويج الفريق بمسابقتين الدوري وكأس مصر كما تويج بلقب منطقة القاهرة وعلى مستوى النشئات فتويجنا بأربع بطولات وإلى كرة السلة التي شهدت تألقا غير عادي في العام الماضي حيث تويج فريق الرجال بدور مرتبط ونجح فريق النشئين في الفوز بأربع بطولات وجمع فريق السيدات ثلاثة ألقاب دور مرتبط وكأس مصر ثم كأس السوبر بينما توجت فرق النشئات بأربع بطولات وفي تنس الطاولة كل الأعمار حقق فريق النادي اثناثين وعشرين بطولة بينما كان لفرق الكاراتي اليد العليا بين لعبات الجماعية بحصد ستين بطولة في كل الأعمار السنية وإلى ألعاب الماء نجحت فرق النادي في التتويج بعشر بطولات وفي منافسة سباحة المياه المفتوحة توجى الأهل بست بطولات وفي كرة الماء خمس بطولات وكان نصيب غطس ثلاث بطولات وفي أم الألعاب نجح لعب الأهل في حصد ست عشرة بطولة وفي الجنباز حصد لعبو لعبات المارد الأحمر على ثلاثمائة وست عشرة ميدالية ذهبية وفي الملاعب الزجاجية توجى الأهل بأربع بطولات وكان لفرق ذوي الهمم من أبطالنا حضور رائع بالتتويج بأربع بطولات حصدين سبعا وخمسين ميدالية ذهبية إذا كانش الأهلي وأبطاله الذين حصدوا من خلال الرجال وحصدنا من خلال الأنسات وسيدات هذا الكم الهائل من البطولات الفردية والجماعية هم ملوك الصلاة قلوا لي نادي على مستوى العالم كسب هذا العدد من البطولات مفيش لعبة أستاذ إبراهيم حتى الألعاب اللي كانوا الناس بتنتقدها زي كرة اليد مثلا مكسبش بطولات اليد أفريقيا وخسر الدوري بفعل فاعل أنه يجيب جون يتحسب أنه مع صفارة أو بعض صفارة ويخسر السوبر أنه يجيب جون يدخش فيه جون من فاول أنه مع صفارة يعني يعني فراكشور في سكن أو كسر من الثانية هنا وهناك بطولتين ولكن الندية في الآخر حتى البطولات اللي خسرتها بمتن الدية في حين أن كاس مصر كسبتوا مرتاح قوي كرة اليد ورغم هذا تم التطوير والبناء عليه كرة الطائرة طبعا حدث ولا حرج كل البطولات اللي دخل خدم مع هذا آخر بطولة يعني أعتقد كانت كاس مصر يعني ما كانش يومنا يعني كان كل اللعبة خارج فورمتها ورغم كده تم دعم هذا الفريق بعناصر قوية جدا جدا سواء من خارج النادي أو من أبناء الموهبين اللي خارجوا إعارات ورجعوا له عشان يشكله بتشوف دلوقتي أداءهم عامل عامل إزاي هتوقف عنده كرة السلة لأن الناس كان كرة السلة بدت تزق عملت خدت بالأسباب ودعمت وعملت والنتاج مش زمن تعالي فجيبت الراجل اللي هو يعني وجستي وجستي ده حقيقة إنه مش بس راجل ماسك نفسه وشياكة واقف على الملعب لا راجل صاحب شخصية راجل بيطور راجل عنده من الشجاعة إنه قدملك ثلاث أو أربع لاعبين ناشئين لهم أدور قصية دلوقتي عمر زهران عبد الناصر اسمه يعني أحمد حمدي يعني وليد مش فاكر وليد إيه طيب الناس انزعجت النهاردة من خسارة النادي لأهل إمام الاتحاد السكندري الحقيقة أنا انزعجت فقط من الخسارة اللي خسرها من مصر التأمين أو الاتصالات ولا مصر التأمين الاتصالات الاتصالات مصر التأمين هي دي اللي أزعجت لكن خسارة اللي تحس سكندري كنت تقرأها مبكرا ليه انت عندك ثلاثة نقصين واحد راجع لك من إصابة أول ماتش يهب أمين أفضل لاعب البطولة العربية راجع من إزاي ده ده وماتش له احسن وماتش إعداد لم يقدم طبعا ما تتوقعوا منه لسه خايف خايف زائد سيف سمير زائد مروان زائد أحمد حمدي لا نقص هائل في الصفوف ورغم كده يعني انت سجلت انت بتسجل في كل ماشيط اللي كسبتها ما بين 70 و80 نقطة أعلى معدل في التسجيل اللي انت عملته النهاردة مفارقة لكن خسرتي لإيه لأنك انت طريقة نظرا للغيابات دي تلعب هتكلم بس عشان تفتكر اننا بتعقوه رائع وسألت وشألت انا وتأكدت بالمعلومة دي من اصحاب الخبرة غششة كايسة لا قلت له الدفاع النهاردة يعني جبنا هجوميا اعلى معدل لنا النهاردة 85 ما جبناش 85 8 بونت فأي ما تشغل نقصر إلا زكاد تأثير الغيابات زائد الدفاع قال لي احنا للغيابات كنا بندفع زون ديفنس فالتحاد سكنداري مقدموش غير يشوت 300 رميات من برة ولذلك التحاد سكنداري جاب 100 بونت كان توفيق غير عادي انه يوفق بهذا الشكل بالرميات السلسية انت اتخطفت في الربع الاولاني وما قدرتش يعني بعد كده ان الدية كانت واضحة في كل الكورترات التانية فدي يعني زي قلت هي خسارة تأتي في مرحلة يمكن تحملها ولا أسبابها المباركة كانت قوية جدا طبعا لازم حايل اتحاد سكنداري على الأداء النهاردة الفوق الطبيعي توفيق رائع جدا منهم لكن في النادي الآن المنتظرين منهم بإذن الله أداء أقوى من كده عندما تكتمل الصفوف فما تنزعجوش لكن إذن إحنا ملوك الصلاة يا أستاذ إبراهيم ولاد وبنات ورجال وسيدان وفي كل الألعاب في كل الألعاب وخلينا نهني ونحي تنس الطاولة كل بطلات وأبطال تنس الطاولة الحقيقة اللي عملوا إنجازات في 2021 قياسية أنت عندك وضع دولي على المستوى الأفريقي على المستوى الدولي على المستوى المحلي ما شاء الله كان عام 2021 فعلا الطاولة الأهلوية شاهدت طفرة كبيرة جدا وتفوق كامل على كل الأسعاد زي بالزبط الكراتية يعني بطلتنا جيانا فاروق إنها تاخد الميدالية الفرضية في بطولة أو في دولة الألعاب الأولمبية عشان تحقق هذا الإنجاز ده برضو إنجاز كبير جدا بيذكر إنه النادي الآلي شاهد تحقيق أول ميدالية أولمبية ميدالية أولمبية جات مصر كانت عن طريق بطل أهلاوي تكون البطلة الأهلاوية أيضا اللي رفعت عالم مصر في الدولة الأولمبية جيانا فاروق مع زميلتها في ريال بطلة الكراتي أيضا فبالتالي كل التحية لهؤلاء الأبطال لأنه عشرين واحد وعشرين كمان كانت سنة الأولمبيات الجنباز تلتمية حاجة ميدالية زهنية ده إنجاز كبير جدا بنحيي عليه كل هؤلاء الأبطال في عشرين واحد وعشرين وبيستهلوا العام الجديد وفي حدث مهم بمزيد من الإنجازات عودة أهب عبد الرحمن عودة من الإقاف ننتظر منه بقى أن ربنا يقدره ويقدر يستردم وسواه ويحق لمصر مراكز متقدمة في بطولات العالم والدورة الأولمبية القديمة إن شاء الله ده كان كلام مهم جدا فيه مقالي ومقاله لكن يبقى هناك الكثير والمفيد ب بعضمة لسانه ها فينك أباش مهندس الباش مهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة كان طمننا وطمن الرأي العام كله إنه مفيش مشكلة وكل حاجة هتتحل وأعتقد حضراتك فاكرين لما زار المهندس أحمد مجاهد وكمان المهندس هاني أبريد عضو اللجنة التنفيذية بالفيفا زاره معسكر النادي الآلي في الدوحة في مباراة السوبر ولتقل كابتن محمود الخطيب وطمئنوه على إنه الأمور في طريقها للحل وإنه مفيش مشكلة وقال أحمد مجاهد كلام مهم أعتقد حضراتك وفاكرينه هنرجع له لكنه النهاردة أنا ليه بقوله فينك النهاردة تحديدا الاتحاد المصري لكرة القدم بعت القائمة اللي اختارها مستر كارلوس كيروش للدورة أو اللجنة المنظمة الكأس الأمم الأفريقية اللجنة أو القائمة فيها ستة من لعب النادي الأهلي الأساسيين فيها محمد الشنووي وفيها أكرم توفي وفيها أيمن أشرف وعمر السلية وحمد فتحي ومحمد شريف ستة أساسيين لما تضيف عليهم أنه تونس استدعت علي معلول المغرب استدعت بدر بنون ومالي استدعت ألو ديانج ده معناها إيه يا جماعة احنا كنا الأول بنتكلم على الأزمة دي يا أباش مهندس بالتخمين كيروش ممكن ياخد كم واحد وممكن يسيب مين وممكن النهاردة خلاص الفاس وقعت في الرأس منتخب مصر هيسافر كاس الأمم بخمسة وعشرين لعب منهم ستة من الأهلي وتلاتة في المنتخبات الأخرى يعني فيه تسعة مش موجودين ليه المنتخب يختار خمسة وعشرين بينما كان ممكن يختار تمانية وعشرين القصة أنه الاتحاد الأفريقي قد الحق لكل منتخب بقيد تلاتة وعشرين لاعب على نفقة اللجنة المنظمة أو الدولة المستضيفة أو على حساب البطولة لك الحق تضيف خمسة على حسابك تقدر تروح بتمانية وعشرين بس الخمسة اللي هتضيفهم هيبوا على حسابك سفرهم وإقامتهم وتكلفهم من هنا اتحاد الكرة اكتفى يزيد على التلاتة وعشرين على حسابه باتنين فقط عشان يسافر بخمسة وعشرين كان يقدر يكمل كمان بتلاتة لكنه سافر أو حط في اللسة الخمسة وعشرين فقط اللي منهم ستة في الأهلي عشان نشوف المشكلة بالزبط خلينا نفكر حضراتكم بالموعيد المتصاد الأول ما نتكلم على ستة الغائبين زائد الثلاثة الغائبين التسعة يا جماعتم متخيلين غياب خطين الدفاع والوسط بالكامل بالكامل يعني الحارس كمان الجن الشناوي والشناوي ما حدش يقول لي ما هو لازم يبقى فيه حارس ثاني وتقافيت طيب والحارس الثاني مع اثنين ناشيين والبركة فيهم طبعا أنا يعني أنا واثق أن أي حد حيلبس فانيلة النادي الأهلي حيبزو القصارة جدا ولكن غياب الشناوي اللي بيعد أفضل حارس مرمى في أفريقيا تقريبا لا ينفسه إلا الأفارقة اللي موجودين في أوروبا في إنجلترا أيضا غياب أكرم توفيق أكرم توفيق بدر بنون أيمن أشرف علي معلوم هذه الجن وخط الدفاع بالكامل اللي هما الدوليين الخط الرئيسي بتاع النادي الأهلي ثم حمدي فتحي تيانج السلية قادي سلاسي الدفندراء ورسل حربة شريف ورسل حربة شريف هيكلم وقولك عندك فلان وعندك فلان لكن أنا بتكلم بفسي ما عندك شريف يعني فلان وفلان وإنت يا كروش ما عندكش شريف أنت مش تحطه في دماغك وربنا بس يرجعه من تحت يدك سليم النفس سليم تثقة لأنه الحقيقة أنت ما انتش يعني مهتم أن اللعبة تدي لك أفضل ما لديها أنت عايز تقول أنا وأنا يكفي أن أنا أشاور ويكفي أن أنا أحط التشكيل عشان التشكيل يكسر الدنيا أنا النجم الأوحد ما علينا ربنا وفاك لأنه إحنا مش عاديين نستبق الأحداث ولكن هذا الأمر له علاقة بما قاله الأستاذ أحمد مجاهد طيب عشان هنشوف اللي قاله المهندس أحمد مجاهد هو تصدم جاي منين لأنه خلاص احنا دلوقتي ما بنتكلمش على احتمالات بنتكلم على مدرب للمنتخب ما لقاش بديل لأي من أشرف حتى هو مصاب هياخده هو مصاب لحين شفاءه فالأهل هيلاقي بديل لمنين ولا السولية والسولية نفس الحكاية أنت عندك متاح في كل الأندية تقدر تاخد هاف دي فندر وتقدر تاخد سير دي باك مكان ده أو مكان ده المصابين لقلت لا هاخدهم لحين شفاءهم منتخب يا جماعة عنده الفرصة أن ياخد من كل الأندية بما فيه المحترفين في الخارج شاف أن الست دول هم الأفضل بيتس موسيبان يعمل إيه وأنا راح هلعب بطولة مع أنديت العالم شوفوا حجم التحدي ومطلوب مني أن أنا أظهر في أفضل مستوى وأقدم أحسن كرة تتعبر عن النادي ومصر وأفريقيا التصادم جاي أنه معيد البطولة لما حتلاح حضرتك مصر حتلعب مع نيجيريا ومعاها السودان ومعاها غينيا بساو الدور الأول يخلص 20 يناير 20 يناير يخلص الدور الأول دور الستاشر يخلص ستة وعشرين يناير نهاية ربع النهائي دور التمانية 30 يناير أي منتخب منتخب مصر شواء الله تعالى يفوز بالبطولة بس كمان مش حتى يتأهل بس أنه منتخب مصر أو منتخب تونس أو منتخب مالي أو منتخب المغرب يوصل فقط للدور قبل النهائي الأهل بدون اللعيب المتأهلين ليه؟ دور قبل النهائي لو اكتستوا هتلعب فينال يوم ستة لو ما اكتستوش هتلعب ثلاثة ورابع برضو يوم ستة ستة فبراية في الوقت اللي الأهل المفروض يلعب في بوظب مع منتير المكسيكي يوم خمسة يوم خمسة فبراية اديني عقلك في أنه فيه بيتش موسيمان دلوقتي أو النادي الآلي قاعد مش عارف يدرب مين ولا يدخل البطولة بمين وهل الفرق لو اتأهلت اللعيبة ده هتيجي ولا مش هتيجي ولو جات على رأي المنس عاد له هتيجي منهاك ده أنت واخد اللعيبة قبل البطولة ما تبدأ بحوالي 12 يوم أو 13 يوم لتجهزه بيتش موسيمان مش هيقدر يجهز اللاعب قبل المطش بساعتين ثلاثة لأنه أي حد هيجيله هيجيله ده حتى معمالش يا أستاذ إبراهيم مطش ودي يقدر يحط التشكيل اللي شايف ويبتدي به ضربة البداية يعني أنا مش قادر أفهم احنا ما بنعملش الشيء المألوف يعني الجزائر اللي كسبت البطولة فاتف عمله مطشئين تاني مطش فيهم المغرب غانا يعني على أعلى مستوى دي ناس رايحة مش بتهزر رايحة حتى هدف احنا بقى رايحين نعمل بنهزر طيب انت رايح كاس الأمم الأفريقية بهدف ان شاء الله تعالى نفوز بيها الأهلي روح بوظبي بمين المهندس أحمد مجاهد يمطمن الناس كلها وقال كلام حتى الآن بنقوله ها انت فين دلوقت الكلام ده راح فين للباش مهندس هاني أبو تريدة وللباش مهندس أحمد مجاهد نفكركم بكلام المهندس أحمد مجاهد مع الزميل هاني حتحوت وليس كل ما يعرف يقال نسمع ازاي بطولاتين يدخلوا في نفس الوقت ما بين نهاية البطولة دي وبداية البطولة دي من غير شرح كتير ومن غير لف ودوران كتير لا صوت يعلوه فوق صوت المنتخب وإذا كان فيه أي حد شايف أنه هو منتخب مصر يعني يعني ممكن يكون عقل أهم هجها فده يبقى يعني مخطئ نفو يحفظ على كل الحقوق إن شاء الله بإذن الله موجود وعشان ما نضيعش وقت كتير أنا بقولك الأزمة محلولة من غير بقى تفسير أنا بقولك إن شاء الله المنتخب هلنعب بكامل نقومه أيوه كل النادي الأهلة والنادي الأهلة هلنعب بكامل نقومه إن شاء الله بإذن الله كما تكسر على المندي من غير تفسير ليه ده تفسيرها مهم قوي لا من غير تفسير لأن فيه أمور لو تقلد دلوقتي مش هت هبوز السحر بتاعه مش هت لكن أنا بقولك خلق على ألفاني أيوه نجهد إن شاء الله بإذن الله أنه أثناء البطول تكسرهم بسرقية إن شاء الله المنتخب هلنعب بكامل النقوم يختاروا بسرق روش تمام وفي نفس الوقت النادي الأهلة إن شاء الله هيلعب مباراته في كاسة العالم الاندية ثم نتمنى له طبعا التوفيق إنه يتمل لحد المبارنة أهية تمام إن شاء الله هيلعب بكامل نقوم حلو معنى كده تفسيري أنا للكلام ما فيش موضوع خلاص واضحت جدا إن البطولتين هيبقوا بعيدة عن بعض طيب خليني دي نقطة ما تفترضش نقول لك تمام أنا هفصر بعد ما فيل مع حضرتك الإجابة لا ما تفترضش تفسير تفسير هيبقى غريب وقتا لكن أقول لك ده هيلعب بكامل نجوم وده هيلعب بكامل نجوم وما ظنش إن إحنا يعني الفترة رفات دي كلها الحكايات والقصص دي شغالة وإحنا قاعدين بمعزل عنها مش بمعزل عنها في ناس بتتكلم كتير عشان تخاطب الجماهير تبقرأ نفسها أو تشيل المسؤولية منها نفسها وفي ناس بتشتغل من غير كلام كتير إن شاء الله وبإذن الله البطولتين إن شاء الله كل فريق هيلعب بكامل نجوم مفهوم إيه يعني اتحاد الكرة كان لدور أنا مش عايزة كلام مفهوم آه يعني الأقل اتحاد الكرة تدخل من أجل حل الأزمة ليس كل ما يعرف يقال مفهوم إنما اللي أنا بقوله إن شاء الله أوكي ليس كل ما يعرف يقال ولكن أنا بالنسبة لي ليس كل ما يقال يعرف المكالمة دي لو نحن بنزحة لو تتذكر وحالة التفاؤل والتي سادت الأجواء المصرية أنا كليها فيها إن شغل سياسة بالزفلات زقها بالعصائي زفلات يعني تجيلك مشكلة وتتعد تواجهها ليه وتتكلم فيها ليه لا لا بإذن الله تتحلوا كل حاجة في حين والناس طلعت قالت له أنت بتاخد خرارات مش هتكون موجود فيها يعني لما يتقال لك إن اسمه مش في القرار الوزاري اللي مسافر في البعثة الرسمية مش معنى كده مش هكون موجود هناك هكون موجود بالصفاتي الإفريقية اللي هو طبعا أهم حاجة عنده لأنه دي الخطوة اللي حتودي لصفاتيه الدولية اللي جابته موظف في الاتحاد الدولي يدير الكورة المصرية طيب أنا أنا رأي وده اللي قلته بر الكواليس معاك إن الموضوع ما تتحلش لأنه هو لو أتحل مش محتاج هذا الغموض إحنا ما هم كان زمان فيه مؤخر جسمه هتشكوك يعمل أفلام غموض وصارة ويطلع لك في الآخر كده في لقطة ها لكن الفيلم كله تبقاعد ما انتش عارف من اللي قاتل من اللي قاتل لكن الفيلم الإصارة بتاع الكورة المصرية معروف من أول لقطة من اللي قاتل يعني هو حتى مش عارف التقام مصيريكوك مفهوم كواسي قوي ويقولك والنادي القالي باركله آه باركله إنه عارف اللحظة دي يعني عايزي وصل رسالة إحنا يا ساذ أحمد الكلمة اللي بتبتزي بيها الرأي العام والنادي الأهلي مفيش حد أهم المتخب آه مفيش حد أهم المتخب وده مش رأيك ده رأي أي مواطن مصري وأولهم الأهلي وإحنا مين قالك إنه إحنا عايزين المتخب يطلع نقص مين جيبت كام نين دي هي الحلول يا هنا يا هنا لا يا هنا يا هنا يروح المتخب محدش قالها لدرجة نتهلم عالي السفير يقررها وراك سافرنا في الكاميرون معرفش إجابة منين مفيش أهل أهم من المتخب لا مفيش كلكم مفيش أهم من المتخب إحنا أقول ناس بتقول كده والأهلي ورأي سألت كابتن خطيب وأي واحد يقول لك مفيش أهم من الأهلي بس أيضا المتخب مفيش أهم من المتخب أهل من المتخب أهل من المتخب أهل من المتخب لكن أنا بقول لك أنا بلعب بطولة دولية ما بتفكرش فيها إزاي أنت 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 مش لاقي خط ظهر كامل ممكن تلاقيها يعني لكن خط الوص بالكامل هو ساب مجد أفشا يبقى هيسيب لك صانع العاد هتضطر تعمل توافيق وتبديل وناس مش في مكانها لكن غير مأمونة العواقب أنت عندك اللعيبة الدوليين اللي هم شايلين المسئولية وحفظين الخطط وليهم الثقة أنت حاجة من هذه الآن منهم تسعى على رأيك لو هل أنت بقى زي ما كنت بتراهن على أخسارة الأهلي عشان تحل مشاكل الدوري ما عدت مع الأستاذ عمد موسى وقلت له أن خروج الأهلي المبكر هيرايح الدنيا هل دارهانك بالسمرار لحل مشاكل الكرة مصرية أن يقصر الممثل مصر سواء نادي أو منتخب يعني أنت طرحت طرحها أستاذ إبراهيم واضح جدا لو الأربع فرق دول وهذا وارد جدا على الأقل يكون منهم اثنين أو تلاتة على الفكرة الأربعة من العشر المتأهلين للدور الأخير في تصفات كاس العالم أيوة بما فيهم مالي أيوة ومنهم اثنين في التصنيف الأول يعني المغرب وتونس تصنيف أول في تصفات كاس العالم يعني فرق قوية عنده فرص للنزبرار ونجيريا ونجيريا لا أنا بكلمك على الأربع منتخبات اللي منهم لعبة من الأهل آآ آآ نجيريا ما فياش لعبة أنا بكلم إذن لا أعاز أقول إيه يعني أنه عندنا حزوظ للأربع فرق أنه يكون منهم حد في السيمي فاينل أنت عارف يعني حتى لو طلعوا قبل السيمي فاينل لأنا أتمنى هذا إزاي تقاعد إن المواطن يبقاعد يتفرج وهو شايف إن الحل في إن حد يخسر حد بيهمه إيه ده إيه شعور المرضي ده إحنا لو لو حد خرج طمه أنت على ما اللعيب يسافر ويروح ويجي لك حيجي لك بمعنوات شكلة حيجي لك عامل إزاي حيجي لك زي ما أنت لعبت أبو الماتش في الدولة كده بالحالة البدنية والنفسية آآ والصحية بتاعت اللعيبة مش حيجي لك في أحسن حالاته لقدر الله أي حد خسران فريقه مش حيجي لك في أحسن حالاته أي كان من الأوفق إنك تقول لنا إيه الحلول يعني هو للغمود يقول لك إيه ليس كل ما يعرف يقال ليس يقول أقول أنا عملت كذا وعملت كذا وما قدرتش عارف ليه ما قدرش يقول لأنه موظف عند إنفنتينو ما يقدرش يقول حاجة ربما تزعل منه رب العمل هو مش عند مصر هو ليه يمثل مصر هو جاء يدير الكرة مصرية من قبل الاتحاد الدولي فهو قاعد جنب إنفنتينو بس رب العمل حيقول لك إيه إنما لو هو اتحاد منتخب كان حيوقف على أرض صلبة زي ساموا لقيته كده ويقول له إحنا اتحاد حقه أنه دافع عن ممثل بلده في البطول الكأس العالم لأن دي أجل يا أخي شوي مش كل المصلحة الكرة الأوروبية أستاذ براهيم كفى استغلالا لأوروبا من أوروبا الأفريقية كفى كل اللوائح كل انتقالات اللعبين كل الكلام ده معمولة بحيث أن اللعيب الموهبة في أفريقيا يقدر يتنقل يروح أوروبا بسهولة جدا ويترمي الفوتات للبلاد الأصلية ووصل الأمر أنك أنت كمان ممكن تتحرم منه منتخباتك لأن طبعا واحد في أوروبا وناشئه بتاعه هيخير تلعب هنا ولا هنا 90% هيختار أوروبا فالحقيقة احنا محتاجين اتحاد أفريقي قوي يدافع عن مصالح أفريقيا محتاجين اتحاد مصري قوي خلاص احنا أمام أمر واقع في انتخابات حاجلنا اتحاد منتخب سننتظر ونتراقب زائد ربطة الأندية تاخد حقوقها وتبتدي تدر لنا مصابقة محترمة تحافظ على احنا بنصرف كتير جدا يا أستاذ أفريق دلوقتي كل الأندية كل الأندية دلوقتي عندها ميزانيات كبيرة جدا والأندية الجماهيرية وراها سعادة شعب الأندية الجماهيرية وراها سعادة شعب طيب هنا الكلام برضو لا ينفصل عن دور ومسؤولية ومهمة المهندس هاني أبريدة لأنه إذا كان المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة السلسية في الاتحاد المصري فالمهندس هاني أبريدة عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا وتأثيره موجود من قبل إنفنتين وما يدخل المؤسسة الدولية دي خالص فبالتالي كان التعويل حتى لما المهندس هاني أبريدة وهنفكركم بزيارته لفريق الناد الآلي في الدوحة ولقائه مع الكابتن محمود الخطيب كان الكلام على التطمين على أن الأمور ماشية في شكل كويس وما تقلقوش والدنيا هتتحل وهيشرفنا في كاس العالم للأنديا وإنه في كلام كتير زي ما المهندس أحمد مجاهد قال ليس كل ما يعرف يقال وكانت كل لقاءات التطمين اللي انتوا شايفينها الدنيا فرندي لقوي المسائل حبية جدا الجهود اللي بتبزل ثم لا شيء احنا وصلنا النهاردة إنه فعلا ولا حاجة لأنه خلاص القايمة بعتت والمنتخب حيشارك واذهب أنت وربك فقاتلة إنها هنا قاعدون ما لنجدعوا بيك ده اللي حصل دلوقتي لما ظهرت مشاعر المساندة اللي كانت نتاج هذه الجلسة التطمينات والزيارات التطمينية النادي الآلي طلع بيان بيسمن ويقدر جهود التحاد الكرة عطفا على ما أعلن هو أنا ممكن أعلق على الصورة دي المهندس هنا بريدة شخصية جميلة جدا وممتعة وصديق تحب تقع عديده لزيزة دمه خفيف بس نموذج لرجل العلاقات العامة لا علاقة طلاب بالاستراتيجيات لا يرسم ولا يحرج نفسه أنه يدخل في أي قرار سياسي سياسة ايه مش سياسي سياسة بمعنى سياسة سياسة الكرة والرياض إدارة إدارة كرة القدم سياسة إدارة كرة القدم ايه محدش يقول لي ماذا استفادت منه كرة القدم في كل قضاياها إلا بعض الحاجات اللي تخص انتماءاته نادي حيتوقف يدفع لمفلوس الاتحاد نادي مش عارف إيه يدي له الرخصة وهو ما عندهش المقاومات وكل دي برضو علاقات عامة خلي بالك ليس لا علاقة بالسراتيجيات لأنك كنت لما تحليلي مشكلتي بأنك تديني مخدر تديني بين كيلر قاتل للألم أنت معالك لش العرض اللي عندي تعالكت العرض ما تعالكتش المرض أجلت أجلت الشعور بالألم بمجرد ما حيروح المساكل اللي ديتوني الألم حيظهر من جديد أنت رجل علاقات عامة رائع وصديق رائع وأحب أقضي معاك لو تقبل يعني كل الأوقات الطيبة نفس الشيء أحمد مجهد كان عندي أحلام كبيرة بالنسبة هذا الرجل الذي يتمتع بذكاء ويتمتع بإصرار ولكن تم توظيف هذا كله أنه خد مسألة الأعلى هنا بريدة وأنه يعني يمشي فيه كنفه حزين الكورة المصرية في اتنين زي دول يقدر يخدموها يدون أمارة مرة ونعتذر لهم ونقول لهم كنا غلطانين وانتوا اللي كنتوا فاهمين ما عنديش منع أعطلع أعتذر لو دون أمارة يعني المراتي لو شفنا لهم أمارة خلاص هو تقريبا ما فيش حل لأن الاتحاد الافريقي طلع وأصر على مواعيده وانتصر في هذه الجولة والاتحاد الدولي أصر على مواعيده لكن شوك الاتحاد الدولي حتى الآن لم يصدر عنه أي شيء وأنا هنا بطالب بنان على الوقفة اللي انتوا شايفينها اللي بعدها النادي الآلي طلع بيان بيسمن ويقدر الجهود اللي كلامها وصل لكابتن الخطيب أننا بنبذل وبنعمل وطلع الآلي بيان لو تفتكروا قال أن النادي أرسل خطاب للاتحاد المصري عبر فيه عن كذا وقال له أنه على مدار تاريخه دايما وأبدا الآلي بيأمل في مثل هذه المواقف وأكد في خطابه أنه بيسق بأن التحاد الكرة سيكون داعما ومساندا له مثلما يدعم كل الأندية التي تمثل مصر في المحافل القرية وتطلع للتحرك الفوري لإيجاد حلول واقعية تمنح الأهل أحقياته في الاستعانة بكل لعبين أنا هنا عايز أقول اتحاد الكرة والاتحاد الأفريقي لأن الحياة المفروض أن متسيب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الآلي بيمثل القرة ودي بطولة كاسة الأمم الأفريقية ولما أوروبا حبت تفرد كلمتها وربطة الأندية الأوروبية حبت تفرد كلمتها على الفيفا استقطعوا ست أيام من الأجندة الدولية للعيبة الأفارقة المحترفين في أوروبا يفضلوا موجودين مع أنديتهم لغاية تلاتة يناية بصوا الأجندة الدولية المفروض بدأ يوم 27 وكانوا بيجذبوا علينا ويقول لك أثناء الأجندة الدولية كل هلد ما فيش لعب محترف من حقه يروح على ندي لا ده هو في خدمة منتخبه دي فترة أجندة دولية فضلوا شغالين بالأجندة المقدسة ما بيدموش علينا هي دي اللايحة فضلوا شغالين بالأجندة المقدسة دي لغاية لما اصطدمت بمصالحهم لا لايحة ولا جاية ولا رايحة أيها مصالحهم ومصالح أوروبا في كل اعتبار فأخذوا ست أيام من الأجندة الدولية لخدمة الأندية الأوروبية عشان الدوريات الأوروبية تفضل شغالة عشان ما تتعطلش والأنديها تحرم فترة من لعبيها لأب فارقة أنه يرجعوا منتخبات بلادهم فسمحوا لهم بعد 3 يناير يروحوا يعني قبل البطولة بخمس ست أيام يدوب غير كده ما ليش عندي حاجة برغم اللي هي حال راضحة وصريحة وبرغم أن الأجندة بدأ يوم 27 واضطرت الدوريات الأفريقية في الدول الأفريقية زي مصر توقف مسابقاتها ابتداء من يوم 27 لأن اللي هي حابة تقول لك 14 يوم قبل البطولة مفيش خدهم وسابهم لغاية 3 يناير دي الضغوط الأوروبية يا مصر المتسبي ودي الضغوط الأوروبية يا باشواندس هاني لكن إنك أنت تسيب المسألة كده إليه مش حينفع فنيا يلعب بدون أفضل 9 لعبين عنده لأنه حتى منتخب مصر ما قدرش يستغني عن أي واحد من دول بما فيهم المصابين إزاي أنت عايز تفرد على فريق رايح يمثل نفسه ويمثل بلد ويمثل قرته في بطولة عالم منقوص من أفضل 9 لعبين الدوليين محترمين عنده ده كلام لا يعقل على المستوى الفني على الإطلاق ومحدش يقدر أبدا يدفع نادي الآلي للقبول بهذا العرض عندك فرصة تضغط عندك فرصة أنت مش بتضغط أنت بتطلب بحقك دي مش بطولة ودية النادي الآلي لو هيتكلم على حقوق تسويقية وقيم مادية مستحقة لي معها كل الحق دي بطولة جوازها كبيرة عوائدها الاقتصادية وقيامها التسويقية وتأثيرها على المؤشر الاقتصادي والتسويقي بتاع النادي مؤكد أنه عالي ومؤثر أنت بتحرمني فنيا من أفضل 9 لعيب عندي ومش باختياري أنا مدربين المنتخبات هما اللي مختارينهم الكلام اللي أنت بتقوله ده أه بيخليني أتوقف أمام بعض القراء اللي بتتقال بتتحدق كده بدون حسابات لا الآلي ينسحب وما يروحش ينسحب إزاي ده فيه مسائل أدبية فيه مسائل آآ تاريخية في زهاب لكأس العالم فيه مسائل فنية فيه مسائل مادية لا يمكن الكلام اللي بتقال ده إن الآلي ما يروحش لا لا يمكن لا يقدر ينسحب ولا يقدر يحرم اللاعبته ولكن لا يمكن أن يروح في هذا الوضع المزري ده وضع يعني والله يخجل الكرة على مستوى العالم الوضع الذي وضع فيه النادي الأهلي إذا لم توجد له حلول وحلول منطقية مش تأجلي يوم ولا اتنين حلول منطقية تخلي إنك أنت أنا الأواني يا صهاز إبراهيم الأفريقية ليها تم وخمسين صوت في الاتحاد الدولي افتخابات الاتحاد الدولي دين وخمسين اه دين وخمسين لو حطوا إيدهم في إيد آسيا يجيبوا أي اتحاد يجيبوا أي اتحاد ما تدفع نفسكم ليه ينظر إليكم أنه أنتم أقلية مغلوب على أمرها ليه تستنزفوا وتتخذ ثرواتكم البشرية من مواهب أفريقيا ويستفد منها على حساب إنه ما يدوكوش أي فرصة للتطور والطموح إنك أنت تبني نفسك صح لا هذا وضع يجب إنه يتضيع له نهاية وربما يكون هذا الصدام وهذا المأزق بداية لحل أكثر احتراما للكرة الأفريقية وده الحقيقة المقالة المهمة جدا اللي كتبها في صحيفة القدس العربية المعلق الرياضي الجزائري الجميل والكبير حفيز دراجي حفيز دراجي كتب تحت عنوان رئيس الفيفا يهين الكاف في اللي إحنا بنقوله لحضراتكم لأنه اللي حاصل في التعامل مع كاس الأمم الأفريقية ده منتهى الإهانة والاستهانة في الوقت إنفنتينو بيسعى إنه يخلي كل الناس توافق على إقامة كاس العالم كل سنتين وأنا مش عارف حتى للتحاد المصري لما وافق على كده رجع للجمعية العمومية رجع للأنديع رجع لربطة الأندية إنك إنت عارفين يعني إيه كاس العالم يتلعب كل سنتين يعني أنت بتتكلم في بطولة بتصفياتها بنهائياتها يعني ما فيش دوريات محليها تنتظر يعني بطولة الأمم الأفريقية اللي بتتلعب كل سنتين هتتصادم باستمرار لا قالك إيه طيب ما تعملوا كاس العموم كل أربع سنين يا سلام إيه أنت بقى يعني أنت أو أربع سنين تخليها سنتين والبطولة القرية اللي هي كل سنتين وكل سنتين لأن لها تأثير في عوائد الكاف عايز يخليها كل أربع سنين المهم دجاجة الفيفا طيب تطبيب زياد إنفنتينو سأل مين في الاتحاد المصري مؤكد الاتحادات المحلية وفقت أنا يهمني الاتحاد المصري ها طبعا خدمة وفقت مين بتدير اللي هو مين أحمد مجاهد اللي هو إيه بالنسبة للإنفنتينو رئيس اللجنة اللي هو إيه بالنسبة للتحاد الدولي موظف عند إنفنتينو إنت متصور لو إنت صاحب شركة تطلب من المدير التنفيذي بتاعك بتاعك حتى بنقل صوت مصر كلجنة بتدير لكن هو إنت بتاخد خليني الأول اعمل يا عمي اعمل بالأسباب اطلع قول وقد تم ما اعتراض الاتحاد المصري على هذا الاختراح إنما يقول خدنا موفقة الاتحادات المحلية بما فيها الاتحاد المصري هو ما تقالش فيما بفعل الاتحاد المصري بس مؤكد الاتحاد المصري بلده وافق لكن الحياة حبيث دراجي في مقالته في القدس العربية رئيس الفيفا يهين الكياف الرسالة من بضعة أسطر في شكل بيان موجه إلى الاتحاد الأوروبي للأندية يعلم فيها قراره بتأخير انضمام اللاعبين الأفارقة لمنتخبات بلدانهم المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاملون إلى الثالث من يناير كانت كافية لتأكيد هيمنة الفيفا على الاتحاد الأفريقي وتغليب مصالح الأندية الأوروبية على مصلحة الاتحاد الأفريقي ومصير بطولة كأس أمم أفريقيا التي تأجلت أصلاً بسنة ونصف السنة عن موعدها بقرار من الفيفا بسبب تفشي وباء كورونا وكادت تتأجل مرة أخرى بحجة عدم جاهزية الكاميرو الاحتضانية ما ينظر بتراجع قوة الهيئة القرية منذ عهد الملجاشي أحمد أحمد وتولي باترس موتسيبي الرئاسة برعاية انفنتينو الذي تماد في تسلطه إلى درجة المطالبة بإجراء البطولة مرة واحدة كل أربع سنوات وليس كل سنتين كما هي عليه منذ سبعة وخمسين وبيستطرد حفيظ الراجي المنتخبات الأفريقية بشرت تحضيراتها من دون نجومها يعني حتى المنتخبات لعبة المرشات التجريبية بدون النجوم بتطعها في خلال فترة الأجندة الدولية انفنتيني بدوره خضع لضغوطات الاتحاد الأندية الأوروبية فأراد التود للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يقف ضد فكرة تنظيم كأس عالم كل سنتين التي يسوق لها رئيس الفيفا للحصول على عهدة انتخابية ثانية لكنه وكد معارضة شديدة من انتحادات أوروبية وأخرى من أمريكا الجنوبية بعدما حاول تمريرها بالتصويت في اجتماع نهاية ديسمبر دون أن يؤجل الموضوع إلى شهر مارس من السنة القادمة تحت تهديدات أعضاء الاتحاد الأوروبي بيقول حافيز دراجي حتى الاتحادات المحلية الأفريقية لم تحرك ساكنا وكأنها متواطئة هي أيضا أو متخوفة من انفنتينو ما يوهد لتنازلات أخرى قادمة ويزيد من غطرصة انفنتينو وسطواته على الهيئة الأفريقية خاصة عندما طالب مجددا بتغيير موعد إجراء نهايات كأس أمم إفريقيا إلى شهر سبتمبر خدمة للأندية الأفريقية أو الأوروبية وهو الذي كان وراء تغيير موعدها من الصيف إلى بداية السنة ولا يزال يصر على جعلها بطولة تجرى مرة واحدة كل أربع سنوات من أجل تكسيد مشروعه لتنظيم كأس عالمية كل سنتين وزيادة عدد المنتخبات المشاركة حتى يربح أصوات جديدة في انتخابات الفيفا القادمة في وقت لا يجرؤ فيه على إبداء مجرد رأي في شؤون اتحادات ومسابقات قرية أخرى ده حفيز دراجي وبيحتتم ما حدث هذه المرة تحصيل حاصل لوضع يائس تعيشه الهيئة الأفريقية على الاتحاد الأفريقي وتغول فاضح لرئيس اتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفنتينو على القرية السمراء لإرضاء اتحاد الأندية الأوروبية والتودد للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أملاً في تكسيد مشروعي بالتنظيم كأس العالمية كل سنتين لكسب أصوات أعضاء الجمعية العمومية المقبلة وإلا زي ما يقول حفيز دراجي فكيف نفسر تمسكه بتنظيم كأس العالم للأندية في نفس الفترة التي تجرى فيها نهايات كأس أمم أفريقيا وحرمان النادي الآلي من لعبيه الدوليين ده تساؤل مهم لحفيز دراجي أي عاقل مش هنقول منصف أي عاقل هتكلمه إنما هو لا ينظر أنت بتقول بيقول لأفريقيا كل 4 سنين من سنتين يعني اللي قول الملعب يقول لهم أنت بتعمل البطولة دي ليه أنت مجرد مفرخة للمواهب لصالح الأندية الأوروبية عايزيننا نعيش هذا دور هو عا تصدق أن يهمون تطوير الكرة في أفريقيا هو عا يقول لك الجول والهدف والكلام دي يدي لك منشاءة ويحرمك من قدرتك على التنظيم على فكرة عاجل حاليا كارلوس كيروش بيقرر إضافة 3 أسماء جديدة على القائمة المسافرة لكاميرون مروان حمدي ومحمد حمدي وابراهيم عادل التلاتة بيضافوا لقائمة الخمسة وعشرين علشان تكتمل القائمة بتمانية وعشرين ويكون فيه خمس لعيبة على نفقة الاتحاد المصري طيب الآن العربة أمام الحصان ليس على الآلي إلا إصال صوته وبقوة لباترس متسبي وإلى الأوساط العالمية أنه صاحب حق مشروع زي من الأندية الأوروبية ضغطت وخلت تستقطع ست يام من الأجندة الدولية كده واخدت تمامي عشرين وكأس الأمم الأفريقية سامويل إيتو ضغط بحيث لا يتم تأجيلها ولا يتم نقلها حفاظا على حق الكاميرو في إقامة البطولة فليكن حق الأهل المشروع أنت في لحظة تصادم ما بين بطولتين الضحية فيهما النادي الأهل هو هنا ممثل بتسع لعبين مسجلين في قوائم كأس الأمم الأفريقية ومطلوب منه في نفس الوقت أن يستعد جيدا وأن يشارك بكامل قوته في بطولة ينظمها الاتحاد الدولي إزاي هذه إشكالية على إنفنتينو حلها تأجيل كاسب العالم للأندية ثلاثة أو أربعة أيام يبعد هذا التصادم يتقل لا مش هقدر على تشيلسي مش هتقدر على تشيلسي عشان ما تربقش أجندة البريمير ليج لكن تقدر على قرب الكامل أعتقد حق الأهل المشروع يجب أن يصل صوته إلى كل الأوساط الدولية هنطلع على الفاصل وبعد الفاصل ما تواصل أهلا بحضراتكم من جديد وما زلنا منتظرين ليس كل ما يعرف يقال طب كل اللي تعرف أنه ما فيش حاجة تحصلت هلسه في حاجة ما تقلتش ده الجواب من المهندس أحمد مجاد ومن المهندس هاني أبريدة وما زلنا بنؤكد أن حق الأهل المشروع لابد فعلا أنه يتم الاستجابة له يا باش مهندس ولابد أن هذا الصوت يصل إلى دوائر الانتحاد الدولي كلها كل الوقت داية جدا إذا لم تتظر بريقة لهذا الأمر خلال أيام مش عارف إيه المعجزة لم يكن تحصل لكن حتى لو جت لنا اللعيبة لم تيجي لو في حل يعني ما فيش اللي حل اللي تأجيل البطولة أيام ما فيش لا أكثر يعني مش أقل من أسبوع عشان لعيبتك ما تجيش يعني إخوانا إحنا إحنا رجعنا بعد البطولة العربية شوفنا إيه اللي حصل في الدوري المحلي الأداء بتتنقل من مناخ لمناخ ومن جهاز لجهاز ومن أسلوب لعب لأسلوب لعب ومن دوافع لدوافع محتاج وقت محتاج ما تقوليش أنا بعتلك اللعب وخلاص إذا كنا بنحل فني يعني وهالمسألة إحنا بنتكلم في بعدها الفني بعدها الفني إذا أردنا أن يحسن ممثل أفريقيا تمثيل أفريقيا وتمثيل مصر لازم ياخد حقه الكامل في الزهاب مكتملا وبفطرة كافية تسمح له بالإعداد الجيد ده الكرة دلوقتي في ملعب الاتحاد الدولي ويمثله في مصر المهندس هاني أبو ريدا وفي الاتحاد المصري لأنه النادي الآلي بيمثل الاتحاد المصري ومسؤوله المهندس أحمد مجاد لغاية 5 يناير انتخاب الاتحاد جديد ثم متسب رئيس الاتحاد الأفريقي لأنه النادي الآلي بطل القارة دول التلاتة الأطراف المعنيين بالقضية دلوقت لكن فكرة أن الناس تقترح أو تعتقد أن الأهل ممكن ينصحب لا يمكن أن ينصحب الأهل ممكن يشارك بدون تسع لعبين لا يمكن لهو ولا غيره يقدر حتى من الناحية القانونية أنه يبقى محروم من تسع لعيبة وبعد كده الناس تتكلم على المستوى والأداء والنتائج بغير على رب لا قدر إذا كان فيه إصابات لو كان فيه حتى ممكن تصاب يعني إيه البديل وإيه حل وطرح أننا كالتحاد دولي أدل فرصة للأندية في كاس العالم تقيد لعبية قبل المباراة بـ 48 ساعة ده مش حل لأنه طب وماذا لو تآهل المنتخبات الأربعة هعمل إيه من هتطر قبل مباراة منتيري أسجل للعناصر المتاحة اللي عندي منقوص من 9 لعيبة أساسية بقول لكم الأندية الأوروبية اللي منها لعب أو 2 ضغطت بحيث تغير وتلعب في الأجندة الدولية عشان تحتفظ بالعيبة بالغاية آخر مدى ممكن وإنت بتتكلم على 9 لعيبة أمر لا يمكن الاستهانة به ولا يمكن القبول بأنه الأهل يحرم من أي واحد من حقه يستعين به الأهل بيختتم عام عشرين عشرين بتتويج زي ما قلتلكه قياسي النادي الوحيد في القارة اللي بيحرز لقب الصوبر مرتين في السنة هنشوف في هذا التقرير عن الأهل الصوبر بالإضافة بالإضافة قدوا إلى بطولة بطولة الأبطال دور الأفريقية ما هو لا أخذ الصوبر باعتباره دور الأبطال نشوف هذا التقرير النادي الأهلي قلعة البطولات هو تاريخ مرصع بالإنجازات على مستوكفة الرياضات تاريخ يمتد لقرابة مائة واربعة عشر عاما منذ تأسيسه عام ألف وتسعمائة الأندية في العالم تحقيقا للبطولات القارية والمحلية خاصة في كرة القدم ينافس أكبر الأندية العالمية في حصد الألقاب والوقوف على منصات التدويج إنجازات حققتها القلعة الحمراء تحت شعار الالتزام وانتهاج المبادئ والقيم التي تتوارثها أجيال ووراء أجيال نادي الأهلي أجيال بتسلم بعض الأجيال لما يكون فيها عظمة روادنا الموجودين فيها ناس بتحب النادي وأعضاء في النادي زي حضراتكم ما نقلقش ما تقلقوش ما تقلقوش النادي الأهلي حقصة الله حيبقى النادي الأهلي طول ما هو ده السعار بتاعه رموز عدة هو نجوم تلقلأت في سمائل قلعة الحمراء على مدار تاريخها سطرت اسمها بأحرف مذهب في سجلات الرياضة المحلية والقارية والعالمية سواء كلاعبين أو قيادات بالنادي كصالح سليم وحسن حمدي ومحمود الخطيب وغيرهما الكثيرون لكن الصبغة الأساسية لوصول النادي للعالمية هي العمل الجماعي أي عمل بيتطلب النظام بتمشي عليه قواعد بتصير عليها عبر تاريخ النادي الأهلي بيهتم جدا بالشكل ده وبعتقد أنه اللي بتجيب البطولات مهم جدا أنه تلعب بشكل جماعي مهم جدا نروح العمل الجماعي أعتقد من بداية الأهلي من سنة 1907 حتى تاريخه يعني ده كان الشعار الدائم وبعدها بتتبعها البطولات النادي الأهلي قيمة كبيرة جدا قيمة ثقافية وتراثية وحضرية وحاجات كتير جدا في تاريخ الكورة المصرية وفي العالم عامة مؤسسة كبيرة جدا على الصعيد الاقتصادي والرياضي والإنساني وكل شيء كفايا البسمة اللي أنت كنادي أهلي بتدخلها على جمهور ومحبين مش عايز منه حاجة غير أنه هو يفرحه بس شعبية كبرى يحظى بها الأهلي على المستوى المحلي والعربي والإفريقي هي علاقة عشق تلك التي تربط النادي بالملايين من محبيه بفضل ما يحققه من إنجازات وبطولات ترسم البسمة على وجههم طيب ده تأرير بيدي لقيمة هذا التتويج لكن ده تأرير إحنا عملينه أو عملاء البي إن أنا عايز أعرف رأي المنفسين في هذا التتويج وفي النادي الآلي بشكل عام طيب هي دي بقى القيمة العربية بتاعت النادي الآلي وده تأثيره في محيطه لما تسمعوا أصوات للأشقاء التوانسة تحديدا في كلامهم عن النادي الآلي أعتقد شيء رائع جدا وليتقى في راديو تونس لماذا الأهلي بالذات نشوف أليه وتقاليد التتويج لماذا الأهلي بالذات أمان أقول أي حاجة لا موضوع الميزاني لماذا الأهلي عند تقاليد التتويج خاطر الأهلي تحب ولا تكره اليوم كيين اليوم خليط نحل نستخدم فما هيك واضحة نشوف عدد العباد والناس اللي يخدموا خلي ما نحكيه وش خلينا نحكيه في حاجة اللي تبنى برك الجانب الإعلامي أخوي أنت أكيد عندك فكرة اليوم قديش من الجانب الإعلامي قديش الفريق الإعلامي يفهم من شاب وشاب يخدموا في الفريق من الجانب الإعلامي تنجم تفهم كل شيء ليه شو خلينا فريق أوروبي في فريقيا وراء وكنا نحكيه تواحد شامبيونز ليغ وحتى شامبيونز ليغ بصراحة معنصد كنا نحكيه خلينا ريجلة لأهلي نورمان ماهلي داخل بشي هز ما فماش المنافسة كنا نحكيه ومكانية بشرية الأهلي المصري قبل أن تبدأ أي نسخة متعة شامبيونز ليغ هو المتوش إلى أن يأتي ما يخالف ذلك لا تقول لي أنت لجانب المالي بخلاف لجانب المالي لكن ثم تقاليد ثم تقاليد التتويج التي تجعل الفريق مستحيل يهبط يده البارح طريقة التتويج التعديل في آخر دقيقة ومشكل مبارك لها عديد من التتويج في السنوات الأخيرة فريق التسعين ومع عمره لا يخسر ركلة جزائي يعني ثم نوع من العقلي من الكولتور من الإدنتيتي التي تتوارث من جيل إلى جيل والبارح لا تتحدث في ميدو مثلا لا تتحدث على الموضوع هذا ميدو تسأل لماذا الأهلي وليس زمائي لماذا الأهلي وليس مزمبي لماذا الأهلي وليس الترجي وليس الوداد وليس الرجي فما حاجة سبيسيال عند الأهلي موسيقى فما حاجة يقول الأهلي وكلما معروفة حسين يسرقوا تيترو ويقول لك روح الفانيلا الحمر روح الفانيلا الحمر ما يسلموش ما أريد أن أنا أكاد لك جماهير الأهلي البارح في وقت من الأوقات صحيح خائفة لكن تعرف أنه في كل وقت جماهير الرجي فريقها رابح وماشي للتيتر وفي نفس الوقت عارف أنه في كل وقت على خطر الأهلي في السياسي سيديك دقيقة 94 بعد تراجي الدمي فنال 2003 2002 2001 2001 الدمي فنال أي سيد عبد الحفيظ قبل ربما عشر وعيما تمتعب كوب دلكاف 95 ذات مرة في 2013 ذات أرلندا وإذا الفريق هذا الأجيال تويرس التقديد فما فما لديين متاع التتويج إنازي تتكلم عن الأهلي بقناعة وقال لك ما تفاهمنيش ما تنقشنيش تحب تكره هو ده الأهلي نادي أوروبي موجود في هذه المنطقة يضار بعقلية ونظام ومؤسسية ولديه كل العناصر التي تدفعوا إلى تحقيق هذه الإنجازات وفي الآخر مغلفة بما يسمى روح النادي الأهلي ودهي 90 أمام الترجي أمام أورلاندو أبل كده أمام الرجاء أمام أمام ويعدد وصفاقسي ويعدد ولما تبقى دي ثقافة عندك تقدر توصلها من خلال أدائك أنه تبقى قناعة لدى المنافس طبعاً الأخوة في توانسة يعتبرون أن هم منافسين للكرة المصرية وخصوصاً في الأندية أن لا ينافس الأهلي إلا الأندية من وجهة نظارهم يعني التونسية وترجي التحديد فهذا التقدير تلمسه ولكن ماذا يعني أما يجي المزيع يقوله آه الأهلي وتقاليد التتويج يتحدث بلحظة لماذا الأهلي بالذات قل أي شيء ولا تحدثني عن المزانيج ما لاهاش دعو بالإمكانات المادية لأن فيه ما سابق ما كانش الإمكانات المادية ولا حاجة بهذا المنظر لكن هي ثقافة هي مكانة هي حاجة فيه العمل المؤسسي بما يشبه الجينات ثابت ثابت وراسخ رسوخ بيتم طارسه أن ناخد الموديل بتاع لالي وكأنه نادي أوروبي في أرض إفريقيا ده كلام يا جماعة إحنا لابن عردو طبعا شيء يدعو الزاهو والفخر ويرسخ ويعزز علاقات الاحترام والمواد دلينا مع الأشقاء العرب إخواتنا في تونس والمغرب والجزائر وكل الدول العربية لكن كمان علشان جمهور الآلي بأشياء في أسباب تفوقه وكيف يراه المنافسون لأنه حتى المزيع كمال دقيش هو بيقوله سم تقاليد بتخلي الفريق ما يهبط إيده يعني يعني مستوى ما يقلش خالص يقوله ما تقوليش إن هذه التاتويات القياسية اللي الآلي بيعملها لماذا الأهلي وليس الزمالك أو مزنبي أو التراجي أو الوداد أو الرجاء تمت حاجة عند الأهلي إلا لعنده حاجة معينة هي إيه فبيجي يقوله الأستاذ القرفان بيقوله الحاجة اللي عند الأهلي هي روح الفن الله الحمر أهله ما بيسلموش جمهور الأهلي في كل وقت عنده ثقة إن الفرقيه وفي أي وقت هيكسب بيفضل مسانده لآخر ثواني لا يستسلم وأبدا ما بيرمش الفوطة بيقوله جماهير الرجاء فريقها رايح وماشي لكنها عارفة إنه في أي وقت ممكن يسجل إن الأهلي ممكن يسجل يعني حتى المنافسين بقوا مدركين لده بيلعبوك وهم عندهم إحساس إن أنت في أي وقت لو بقي ثواني هتسجل دي الروح اللي لازم لعبت الأهلي تحافظ عليهم بس طبعا أنا سيد إبراهيم لأن أنا بلمس قسوة ما هو مش معنى كده اللي لازم ما تعاملنيش بقى أنا كنت جاتي دي ع 90 هم ما جيبش جون إحنا بنتكلم في ظاهرة في قوة السعي لكن ما بنتكلمش إن دي قانون أيوة فمن فضلك ما تاخدش أسباب تمييزي تحاربني بيها وخصوصا جماهير الأهلي ما تضغطش عليها بأسباب تمييزي بس طيب حسام الحج عالي بقى التونسي في راديو الفم التونسية شايف الأهلي قيمتوا إيه تعاود حسين الحاج عليم على الأهلي المصري إنه مثلا في تشامبيزي تلقاها من لول فريق مهوش شادد روحه بالقدار في الدورة التامهيدي في الدورة التامهيدي قدش من مرة يلقى صعوبات ويتأهل بير راكلات الجزاء وقولوا لها ليسناي حكيت وفيرا أخذر تراشح بيناتيات في الأخير يزت يتروني ما تفصيبك لي تكون بطل لإفريقيا تكون بطل السوبر بطل القارات تمشي كسر معناها هذهك حاجة مسلمة نهار تلي ما تصيرش معناها كارثة في النادي كارثة تصير تتحل وشنوه وشنوه لي صار أحنا في البلدان العربية الاخرين الكل معنا مش لكل كيف كيف لكن كيتويت أن تتخذ عامين وثلاث سنين وثلاث سنين ما تهزش والحاجة يقول كيف تصير على نادي كيف نلعب وحدي هما ليه بالنسبة لهم هما لأن نلعب وحدي الأهلي في كل بلاسة بريسك في مصر ثم النادي الأهلي هو فيه السكسيون وفيه الكاتيجوري وفيه الاسبور وفيه فيه اشتراكات وفيه والانخراطات والانخراطات والليجون والتكوير أنت مثلا وانت مثلا وحنا 120 مليون نسم زاد 120 مليون نسم الأهلي أحسن جورات في المحافظة يمشيون النادي الأهلي ومن بعد يجيون لذلك عندها مفتوحة على مصر لكي تجيب لما يرجو أكثر مداخير أكثر سبونسور أكثر كل شي يمشي لشكور يمشي لنادي الأهلي استراتيجية واستقرار ومش بدات اليوم ومش بدات اليوم انت اخي الانتخابات وقت اللي تصير في البيورو منتحها يشيركين منخرتين يقول لك بالرغم مثلا مع الرئيس السابق عشرة مرات قد لانتخابات الرئاسة والتشريعية متاع تونس فاز بطولات في ذلك أما ثم الوقت المدة تصير انتخابات وتصير منافسة واشتراكات وتدخل مش احنا عنا برشة نوادي في تونس كان مشكول تسعي فيها بالنوادي يقعد رئيس النادي عربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وعشرة وعشرة حسن برايك الرئيس هو مجرد موظف يجرف يجرف يخي لا يمول ولا يخرج من مكتوب ولا حسنين احنا جنعيت ويمول وحده ولا انا نشدها لأهل المصري واليد جرفيلة تحطه رئيسة وشبتي ويهزر تعمل استراتيجية به متاع بتجيب النجاحات بسرعة 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 بالعكس ده فيه جدل وفيه ناس بتكمل بعضها وتطع بعضها لكن كل جدل في تجاه لماذا يتفوق الاهل مش واحد بيقوله بيتفوق يقوله لا 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 اسببكم الكلام ده ده بقوله انا الاسباب دي يقوله لا انا شايف ان الاسباب دي ويبتدي قارن الوضع عنده في تونس فيرى ان الاهل بشعبته في كل المحافظات الاهل حتى ان بدأ متعثرا في المجموعات والناس تقول ايه حكايته نقوله انتظر سوف طارع ينتهي الامر بتتويج فدائما البدايات لا تشه بالنهايات بالنسبة للنادي الاهلي مع انها المفروض ده مثل يقوله البدايات تشه بالنهايات ولكن حتى عصرت اجيال ابو تريك والجمعة وغيرها 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 مفيش خلافات او اختلافات بين تقاليد التي تقود الجميع وبعدين وفي النادي الاهلي كمان ما هو او عندهم عشرات الملايين من المشجعين في جميع المحافظات ولكن رئيس النادي هو يعمل بصالح النادي الاهلي وكاننا يعمل عند النادي الاهلي رئيس النادي في النادي الاهلي مهما كان حجمه يرى ان الفضل للجماهير والجمعية العمومية هو لا يتحرك من منظوره او ما يدعو موقفه يدعو موقفه بالانجازات بالشغل بس لا يختطف النادي لصالحه وان النادي الاهلي اذا تعرض لهذا الموقف في لحظات تجد التصحيح يأتي منين من الحتتين دول من الجماهير العمومية والجماهير الوعية جدا واصبح النادي الاهلي عمل مؤسسي الى درجة وليد قرفالة في الاخر يحسم الجدل والحوار مواجهن حديثه حسام لازم نقولها بصراحة الاهلي لازم يكون نموذج ومرجع لكل الاندية الافترخية والحياء الكلمة الجملة اللي نورت اول في كلام الاشقاء التوانسة قاله في مصر مصر هي الاول ثم الاهل ايوة وده كلام للناس اللي بتزايد بقى هكذا يرى الاشقاء تعظيم الاهلي القيمة وطنه وتشريف الاهلي سمعت بلده مش يجي عندنا ناس تجر علينا وتلقى كلام شفتوا اهي الناس بتتكلم كلام مجرد ومن القلب ومجرد ومنزه من اي مصلحة او منفع الناس بتتكلم شايفة الصورة ازاي انه في مصر الاهلي يضع دايما مصر الاول ثم الاهلي عشان كده هو متفوق كمان في استمرار الاحاديث التونسية من الاشقاء الصحفي عبد الزعابي مع المزيع مسعود محمد نشوف الاتنين كانوا شايفين في قناة ابو ظبي الرياضية شايفين الاهلي تأسيروا ايه نقطة ايضا نتكلم عنه انا غطيت لنادي الاهلي في بعض المباريات يعني منظومة هذا النادي يعني واللجان وفرق العمل والكوادر والامور اللوجيسية لا اقلل بشأن الاندي العربي ولكن ما تقول ان النادي عربي يعني انا عملت معه وايضا النظام اللي فيه الخطيب نظام الثواب والعقاب يعني عندما خسره خصم راتب والعقوبة بتفوز بقدم لك الهدايا وبفرح معك اما لا تخسر هناك نظام ثواب وعقاب هذا اهم ما في الموضوع كبير كمنظومة انت عندك كمية جماهير لو تخسر يعني تعمل ضجة كبيرة ضدك فلابد من التعامل بهذه الطريقة ليش انت تعطي اللاعبين رسالة انه انت لما ترتدي فانيلة الاهلي لازم تقدم كل اللي عليك صحيح شو ما كان عندك من مستوى لكن انا لما جبتك للنادي جبتك لانه انت المفروض عندك الامكانيات اللي تقدمها امية بالامية لا تسبب لي صداع هذا الشي اللي يخلي هذه المنظومة ناجحة نعم خلنا نقول في الدول العربية يعني هذه المنظومة مش امية بالامية مطبقة في الدول الأوروبية لكن عربيا انا اشوف ان هي هذه المنظومة جميلة جميلة انا شفتها بعيني يعني يعني وكأنها دولة يعني هذه الاهلي يعني شيء جميل جميل جدا واحد يتفخر في هذه المنظومة طيب استعرضنا الأراء السابقة ومن تونس هلقول دي ناس احتكت بينا وخبرتنا وخبرناها وخرجوا بهذه النتيجة ولكن إذا انتقلنا إلى الإمارات تحديدا كما رأينا قناة أبو زب المزيع مسعود محمد والصحفي علي الزعيبي بجريدة الاتحاد الإماراتية ما خرجوش عن أسباب تفوق الأهلي عن ما سبق سرده قالوا هذا نادي بلغت به درجة التنظيم والعمل المؤسسي واللجانة التي تعمل في الأمور اللوجستية والكوادر كل واحد عارف دوره معشق في دوره ده ما تقول انه نادي عارف نفس الفكرة كانه نادي يضاهي يعني الأنذية الأوروبية المحترفة أيضا توقف عند فكرة السواب والعقاب وقال تحديدا الكابت الخطيب ودللك وقدم لك الهدايا عندما تقدم ما جئت من أجله جبناك عشان تحقق تموحات هذا النادي وأحلام جماهير ومصالح وتفزلنا بالبطولات وبالالتزام وتقدم كل ما لديك تعمل كده نقدم لك أكثر مما وعدناك ما تعملش كده أيضا في حساب هذا النظام الثواب والحساب يراه ما يميز منظومة العمل اللي ماشى بهذه الدقة وبدون مجاملة ولا مغالاة ولا استعراض ولا مظهرية وفي الأخ ليقول لك هذه المنظومة مطبقة في الدولة الأوروبية المزيع يؤمن ويثمن ويقول هذه المنظومة شفتها بعيني الواحد يتفاخر بهذه المنظومة هي دي قيمة النادي الأهل يا جماعة وهو ده تأثيره وده مكانته وده دور الأهل كواحد من أهم مكونات القوة النعمة المصرية شوفوا الأهل في تشريفه البلده وتشريفه للكرة بلده وشوفوا سمعة الكرة المصرية عند الأشقاء في تونس في المغرب في الجزائر في الإمارات شوفتوا الأصدقاء وزمر اللي في قراتة أبو ظاب عندهم هذا التأدير للنادي الأهل هذا التأدير خلى بيأثر حتى في الأطفال شوفنا بعد تتويج الأهل بالصوبر تأثر الطفل جمولي اللي بيبكي بسبب فوز الأهل بالصوبر وبيحتفل هو بعيط هفكركم بيه أمريكي بسبب فوز الأهل بالصوبر وبيحتفل هو بعيط جمع معاوه الأهل بالصوبر عبر عشان الأهل بالصوبر شفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يعني لقطة بتوضح إلى أي مدى يصل بك الانفعال هذا البكاء ليس بكاء الهزيمة ولكنه بكاء النصر الصعب الذي يتحقق في الأوقات التي لا ييأس فيها الأهلي ويحقق فيها مثل هذا الموقف المتكرر من هنا جاءت تنوير هذه اللقطة إن الشاب أو الطفل لم يتحمل كل هذه الضغوط فهو من فرحته يبكي دموع الفرح أستاذ إبراهيم ده حفيد الحاج حليمو حفيده؟ آه طب ما تقول لي بقى والكابتن محمود الخطيب حرص على أنه يتصل به ويطبطب عليه حفيد الحاج حليمو ده الحاج حليمو اللي هو موجودة رحمة الله عليه كانوا اللي بكاء نشوف الكابتن الخطيب هو بيطمن على جمولي وبيطبطوا عليه ألو 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 يا جميل إذنك يا حليمو الحمد لله الحمد لله مبروك ألا الكابتن الخطيب الكابتن بيبو آه يا حبيبي أنا بحاجة ألو بيعاية الكابتن معلش بيعاية الكابتن مش مصدق نفسه بيعاية كابتن مش مصدق نفسه بس يا كابتن مع حضرتك مع حضرتك مع حضرتك فيوه فيوه يا جوجما علش يا حبيبي أنا مبسود جدا مع حضرتك الأمر مبسود جدا مع حضرتك إن ما تفرج علماتك بادي يربينا كدا إنه هبدي أبدا على ما يمت إن شاء الله ما إحنا والله كلنا بنعمل كدا ده حفيدك الحج حليم والله يا حمى كافتك آه يا حبيبي ربنا يا كريمك يا كافتك طيب يعني اللي خلي ما باتش حفيد الحج حليم والزار طالع هتقول لنا خش عليه بعد شوي ده تأثير الأهل ودي قيمة الأهل ودي فرحة محب وعشاق الأهل بالأهل هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل بحراتكم الجديد شفنا الإشادات التونسية من الأشقاف في تونس وتقديرهم للنادي الأهل ورؤيتهم ليه وشفنا أيضا قناة أبو ظابي الرياضية إزاي شايفة أسباب تفوق الأهل باش مهندس لكن حتى على الصعيد المحلي الحاجة في لحظات تجهل كده بتظهر الحقيقة الكابتن تامر عبد الحميد نجم ومدرب الزمالك السابق كان له رأيي في قصة فوز الأهل المتأخر دايما تأثيره إيه؟ بجيب إيه؟ طب نشوف تامر عبد الحميد حيث أقول لك كده يعني أنتو جايبين لناس كتير جلطات وناس ميزة بقل يا راجل ده ماتشا رجاء يا راجل ده ماتشا رجاء يود له أي ابن أعمل فرق ماتشا جنبي إزا ملكاو يعيني إزا ملكاو يعيني الوقت قاعد جنبي وفرحها مزقطة جايبا للدرجاء كسبان واحد صفر تبقى سبعين وفتاقوا بيقول يا بابا خلاص بابا فاضيك عشايد دي وفتاقوا برقايا أخطوا ليه يابني يا يا حبيبي إيه دا يا بابا خلاص إيه دا يا باب إيه chin أنا خاف على الوعي قلبه سكر وضك قال لي إيه باب قلت طوله بص يا حبيبي طب أقسم بالله العلي العظيم وطوله يا حبيبي بص الدهي adversae وطوله عليه ماتافرحش الاهلي هيتعدل مع رجاء وهيروحو ضربات الجزاء النادي الأهلي يكسب الرجاء في ضربات الجزاء ويخطف منه السوبر وتلاقي 2 ماتوا في المجرد هذا السينايو اللي ايه المباقر حبيل المطرش ده انا شوفت قبل كده كتير سألت انا وليد صلاح قال له ادخدوا حقا في النادي الأهلي اول ما خشوا اخد حقنا بتاعت الدياقة بتاعت الدياقة السعية وبعدين ايه بقى يعني من الحاجات اللي اتضيقك مش انت هتتعدل وتكسب طب ما تتعدل في الدياقة 65 يعني رجاء مدخل قول في النادي الأهلي في الدياقة 12 يا عم معاك 8 و 60 دياق 8 و 70 دياق يا عم ما تكسب ويكسب 3 يعني مثلا اتعدل في الدياقة مثلا اربعين ونزل الشوت تاني مثلا هتلك جنف الديا 60 إنما تقرب الكاس ده من ايام مطش المصري عشان يحرموا بيشجعوا فرقة ضد الاهلي ده الله رحمه السيد متولي رابط الجرفات ايوه رابط الجرفات لا لا ده سيد متولي ده مسل برضو تاني الله رحمه مطش الكونفدرالية بتاع متعب بطولة هي برضو اسمه ايه ده هناك ستوق المطش بتاع واحد سفر السفاقسي برضو في الدياقة اه في الدياقة 95 95 ايه كاتب 295 طب الاهلي قبل برمشي مطش المحلة ده كاسبان في الدياقة برضو ايوه صح وعلي معلول لا وكمان ايه كاسبان ده يجلى علي معلول ايه المصابة كان عنده تضمة مالو سليم ايه موتوني اه طبعا دي فقرة طريفة جدا لكن انا ملاحظ ان كل زمالكويا كريم جايب ابن جامو بيقول له ما تريد لاشي حيبسيه في دياقة 90 وتامر جايب ابن جامو قال له يا حبيبي حيجيبه قول في دياقة 90 وبخيف الدم وقال لك ما تكسب من بادري لانت جبلنا جولط وجبلنا سكر وماجري يقول له تبوتوا وجيلكوا جولط ليه وقال لي بيزعالكم في كلام ده ما هو هو يعني شوف هايقول لك حاجة ده تعليق لطيب طبعا فيه خيف الدم ومقبول يعني لكن ايه الحقيقة ليه اللي عايز الاهل يخسر لما بيلاقي الاهل كسبك الدم بيتدايق مش عايز ملاقش على فكرة والد تامر الله يرحمه كان السيد عحمد عبد حميد كنت عرفه شخصيا عنده هذا التأدير للأهل برضه يعني يكاد يكون أهلاوي فعلا كان عنده هذا التأدير للأهل هو تامر وسوابته تامر يعني في معظم الأحوال بتجده موضوع يعني زم الكاوي طبعا زي ميدو أنا بقولك أحمد حسام ميدو ساعة ما بيتكلم في الكورة بتاخد منه أراء هيلة جدا إنما شوية كده يعني يعني يتذكر أنه زم الكاوي فلازم يقول كلام يرضي طيب على ذكر بقى خفة الدم الدميل الأستاذ عمري أديب مع رأس السنة راح لقراءة الفنجان قول إيه لي مين حياخد الدور السنة دي نشوف قالتك خلينا نسأل السؤال اللي كل الناس بتستنى كل سنة هو الأهل هياخد الدور السنة دي ما بتحرمش يا عبد لا ما بتحرمش لا بس السنة سأل بادي انت بيتيني البشارة وفعلا ما خدوش الورق بيقلقى السنة دي واضحة أهل هياخد الدور السنة طب سأتأكد لك بالورق اللي انت عايزه مملوكي بقى ماشي فطلع الأهل هياخد الدور فهو ما ريحنيش الورق ده مش زايد تاني رد على طول ده ما ريحنيش فانا في استثقر قلت طب سأل سؤال تاني فسألته الزمالك هياخد الدوري فقال لي لا شوش لا الزمالك مش هياخد الدوري الورق اللي قال انا ماليش دعوة فانتكبت الاصلي قالك الزمالك مش هياخد دوري والتاني اللي هو باللغة بتاعتنا دي اللي هياخد دوري اه الستاذ عمر كل سنة يجيب هذه الخبيرة ويسألها هذا السؤال وتتحكلوا نفس الدحكة فيقلق لا 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 ما تقول ليش بالفعل ده ما انا مرى بقول لها طب البطولة دي والبطولة دي قال لي ايه حياخد التلاتة طبعا هو نوع من يعني الفقرات اللي بتبقى مطلوبة وطريفة انك تتنبأ وتتصور ان الناس عندها هذه القدرة وهو حتى للأمانة وهو عمال يقدم يقول يا جماعة احنا بنتسلى اربوكم ما توضيشت اتهموني اتهمات بقى عقائدية ان انا بالتنجيم قال لهم بنتسلى هو قاعد بيقول تعليقات طريفة وراخر لما بي لما لما بيكسب بيبقى خطر بس بيبقى بره بره الموضوعية صحيح طيب على الزاكر بقى الأشقاء في تونس كانت أثيرت حاجة كده بخصوص علي معلول اكتر من حد في المرسلين التوانسة لبعض البرامج يسألوه انت ما بتلعب مع الاهلك يعني ما بتلعب مع المنتخب زي الاهلي فرفض الرد خالص الحقيقة علي معلول هذا الاسبوع جدد عقده مع النادي لأن دي كانت مدايقة ناس كتيرة وناس عمال تسأل وعلي معلول ما جددش ليه علي معلول هيجدد امتى اشمعنا علي معلول ما جددش اهو جدد يا سي ارتاح ده جدد وقال كلام للموقع الرسمي للنادي قال لم يكن لدي اي طلبات او شروط التوقيع تأخر ليه قالك بسبب ارتباطات الفريق ومنتخب تونس في الفترة الماضية قال لهم انا لم اشغل نفسي بالعروض اشعر بالارتياح الشديد داخل النادي والاهلي هو عائلة الكبيرة تمغاتي بلا حدود واتمنى ان نحقق ميدالية جديدة في كأس العالم للاندية اللي مسكين الفيفا حرموا منها يعني المنتخب تونس خده والفيفا بيقول للاهلي لعب من غيره زي بقيت التمانية بقول علي معلول اشكر مسؤول النادي الاهلي على ثقتهم الكبيرة بي وانا سعيد للاستمرار في النادي حتى عشرين اربعة وعشرين قال لم يكن هناك اي خلافات بخصوص مدة العقدة او بنودي بتوقيع للاهلي وفقته بين التاريخ وحب الناس الذي يعودني عن اي مقابل ويكفيني حب جماهير الاهلي ومسؤوليه وزملاء اللاعبين قال كمان علي معلول عائلتي سعيدة جدا في مصر وتشعر بالارتياح الشديد بالعيش هنا نحظى بمعاملة طيبة وباحترام من الجميع هناك استقرار كبير وحتى نجلي كريم سعيد هو ايضا باقامته في مصر قال علي معلول علاقة بالكابتن محمود الخطيب مثل علاقة الاب بابنه وهي قائمة على الود والاحترام وله مكانة كبيرة في قلبي وهي عامل كل اللاعبين بنفس الروح شرف كبير لي أن تكون علاقتي به أبوية وأتمنى دائما أن أكون عند حسن ظنه وأن ننجح في تشريفه بالبطولات قال علي معلول ستظل بطولة أفريقيا التاسعة لها مكانة خاصة في قلبي خاصة أن الإصابة أبعدتني عن النهاء مرتين قبل ذلك الحمد لله كان لي بها بصمة طيبة خاصة رمية التماسة التي سبقت هدف أفشة في مرمى الزمالك وهذه اللقطات تبقى راسخة في الأزهان آخر كلام علي معلول في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي بعد التوقيع ألا أتمنى من جماهير النادي العظيمة أن تستمر في دعمنا كما عودتنا وأن ننجح في إسعادهم من خلال الفوز بالبطولات كلام يعني عقلاني موضوعي جدا تصدقوا لأنه يطبعوا لأرض الواقع هو العلاقة اللي بين واحد زي علي معلول بيذكرني بعلاقة جيلبرتو بالنادي الأهل لما تخلص هيبقى لك مكانة خاصة جدا عند الجماهير وعند المسؤولين عند يعني الخبراء علي معلول فعلا واحد يعني يكاد قرب يعادل أو يتجاوز فترات أداء جيلبرتو مع النادي الأهلي ونفس النجاحات يا رب يا علي تتوجب بقية الألقاب وانت مع النادي الأهلي وأهلا بك في مصر تقعد معنا بقى وتشوف سكتك وبعدين ذكر حاجة مهمة جدا إن أبنهم بيتاح في مصر إنها العائلية للمغتاب مهمة جدا جدا لما يكونوا سعاداء في مصر ويعلقوا الإحترام والتقدير وعندهم صدقات وبتاع أنا متأكد إن هذا بيبقى نوع داعم للتجديد والبقاء والنجاح صحيح على ذكر بقى الأطفال وساعدتهم بالأهلي وارتباطهم بي حتى الأطفال في الدوح في المباراة النهية الحياة أو مباراة السوبر لحظة الانفجار بتاع التسجيل هدف طاهر في لقطة صحفية رائعة جدا لقطة جوائز يعني الزميل المصور الصحف اللي خادها مؤكد عنده فرصة يكسب بها جوائز لقطة دي طاهر وهو رايح بحي الجمهور جمع ما بين فرحة لعيبة الآلي وفرحة الجماهير بصوا الصورة ناطقة بجد حنشوف كذا كدري ليها لأنه فيها لحظة انفجار مشاعر ما بين اللعيبة والجمهور شوفوا الأسر المصرية العربية اللي موجودة بره فرحتهم بالأهلي شوفوا دور الآلي في بسم في رسم البسمة والفرحة على قلوب كل أبناء الوطن اللي عايشين بره شوفوا سفير السعادة للكرة المصرية بره بيعمل ايه الحقيقة كانت يعني لقطات فعلا معبرة جدا ما بين هذا التفاعل العالي قوي ما بين لعيبة الأهلي وجمهور الأهلي اللي موجودة في المدرج في الدوحة يمكن صديقنا العزيز أسامة السويسي بحس صحفي هاي الحرس على أنه يزور هذه الأسرة الأطفال الأطفال بالذات اللي موجودين قدام اللقطة في لحظة الانفجار والسعادة أجرى معهم الحياة حوارات مهمة جدا وشيقة جدا كشفت عن مدى تعلق هؤلاء الأطفال الأهلوية أبناء ربطة الجماهير الأهلي في الدوحة الربطة الكبيرة اللي ازداد عددها عن مئة ألف مشترك دي كانت بعض اللقطات المهمة لكن إذا كان ده كل ما في محتوى بعضمة لسانه يبقى هناك كلام كثير وأخير دي في الغربال شيطانة الأهلي لعبة مكشوف على ذكر برضو نفس الحدث لأنه الحدث هو شهد الحقيقة احتفال كل الجماهير العربية احنا شفنا الأشقاء في تونس ازاي محتفلين صوت وصورة بالنادي الأهلي شفنا الأشقاء في الإمارات في قناة بوظبي محتفيين قد ايه شفنا الأشقاء في قطر عبر قناة البي اين سبورت ازاي بيقداروا الأهلي وازاي فرحنين وسعداء بهذا المستوى الذي بلغاه الأهلي من الاحترافية ومن التمثيل الرائع جدا لبلده من هؤلاء كان الأشقاء في فلسطين ربطة محبي وعشاق الأهلي في فلسطين سواء الصديق العزيز علاء خالد وضياء أبو لؤي وخلين وبقية المجموعة أو حتى ربطة الأهل المصري حب الأهل المصري جمعنا للصديق أسام عمر هذه الروابط يا جماعة فيها الألاف من الأشقاء الفلسطينيين في غزة وفي باقية المدن الفلسطينية محبين جدا لنادي الأهلي رفعوا عالم فلسطين في مدرجات المباراة في فرحة التتويج لو تفتكروا لعبة الأهلي كانت شائلة على مصر طبعا بيتسو موسماني شائل على بلده جنوب أفريقيا فرحة أيضا بأنه بيمثل جنوب أفريقيا زي ما حنلاقي بدر بنون شائل على المغرب كل واحد بيشجع بلده هو ده الكرنفال الحلو قوي ليه بقول لكم شيطانة الأهلي لأن الحياة هناك من أخذ هذا الموضوع بعيدا جدا عن الطبيعي وعن المقلوب إلى درجة أننا بدأنا نقرأ ليه عالم فلسطين موجود في المدرج والبعض الناس حاولت تصنع ما اعتبروا البعض شيطانة النادي الأهلي ليه يا جماعة قصوا عالم فلسطين وكأنه فلسطين تم اختزالها في جماعة واحدة اللي كاتب كده واللي حاول يسيء للنادي الآلب كده واللي حاول يستغل لمجرد عالم لدولة عربية شقيقة محتلة ومغتصة بأرضها واللي بيقول كده بيتنازل وبيتناسل وبيتغافل عن كل مكان يعتقدوا من تقدير للقومية العربية ودور وقيمة القضية الفلسطينية كقضية محورية فقط عشان يحدف طبطين على النادي الأهلي مش احنا اللي بنرد على محاولة هذه الشيطانة اللي رد اللي استاذ عمرى أديب نشوفه اللي من اللي فاته كان فيه خناقة ملهاش لازمة نادي الأهلي شرفنا و يعني ورفع راسي الكرة المصرية بعد إحباط شديد وخد بطولة السوبر بفوزه على الرجاء المغربي احتفالات وسعادة وكل حاجة إخواننا بتوع الرجاء لفسه عالم المغرب والمصريين فيهم أغلبهم لبسوا العالم المصري فيه واحد أو اتنين لبسوا عالم فلسطين يعني حسين الشحاد لبس عالم فلسطين إيه المشكلة هي فلسطين دي مش بتاعتنا هي فلسطين دي مش أرضنا مشاعر جميلة يبدو أن العالم أو الأعلام فلسطين كانت موجودة جوة المدرجات حد حدف ليهم العالم وخصوصا أن حسين الشحاد كان خرج فالراجل نزل ارتد عالم فلسطين دي حاجة دايق مش معنى كده أن حسين الشحاد مش مصري مش معنى كده أن اللعبة دي ما بتحترمش عالم مصر مع عالم مصر كان موجود إنما عالم فلسطين هو العالم يعني تقريبا الوحيد اللي ممكن أحطه جنب عالم مصر عالم فلسطين مش بتاع حماس أنا بقول لكم على بلاطة عالم فلسطين بتاع العالم العربي كله تصرف جميل أنا مش شفتش فيه شيء يستدعي الخناء إنما أنا رأيي إن كانت لفتة طيبة وشيء جميل إن أنت في محفل كبير زي ده الناس برضو تتذكر عالم فلسطين ما كانش عندي مشكلة إن حسين الشحاد لابس عالم فلسطين بل بالعكس برضا وسلاما وشيء جميل واللعبة تتصور معاه ماشي موضوع العالم والله يصدقني الناس لازم تحاول تبقى وزلك اللقطة أيوة هو مش قادر يتحمل الفرحة فيقول لك بس اللي شلت عالم فلسطين طيب لو عالم فلسطين يترامى محدش لبسه حتى عالم فلسطين يترامى لك محدش لبسه لسيت القضية هيعكس ما لهمش مواقف الناس اللي بتقول كده ما لهمش قضية غير أنهم متضايقين دي قضيتهم الأساسية أما مسألة عالم فلسطين زي ما بقول الأستاذ عمر كل واحد شل عالم بلده وعتر في عالم فلسطين ما تدي دعم طب مرضود بقى إن كنت رفعت عالم فلسطين إيه اللي حصل دلوقتي بصوا بقى شوفوا التأثير الإيجابي بتاع لقطة مسؤولة زي دي الدوري الفلسطيني كل المباريات العالم المصري يكسو كل المدرجات آخر مباراة بيلعب فريق على فكرة نادي خدمات المصيرات ونادي البريج التوشح بعالم فلسطيني مش موقف سياسي بقدر ما موقف إنساني أنت بتتعاطف مع دولة عايز تلفت النظر اللي بيحصل فيها فهذا موقف إنساني وقومي وعربي ومصري لأنه الدفاع مصر عن القضايا الفلسطيني اللي تحملتها كثير هو دفاع عن صميم الأمن القوم المصري الكلام الحقيقة للأسف الشديد يعني بيودين سوء النية للي من يطرح هذا السؤال طيب بصوا بقى هنشوف عالم الأهل وعالم مصر ده في مباراة خدمات النصيرات ونادي البريج رسالة شكر المصر والعروبة وعالم مصر جمع على فلسطين لو جبت كل المدرجات العالم المصر موجود في كل المدرجات مع الأشقاء الفلسطينيين ده إيه عرفانا وامتنانا وتأديرا واحتراما وتفاعلا مع قيمة مصر ودور مصر إنه جماهير الأهل الفلسطينية في كل المدرجات بترفع عالم مصر في الأساس تقديرا لدور مصر ده نتيجة ايه؟ إنك انت حريص على احترام هذه القضية وعلى دفاعا زي ما عمر أديب قال انت ليه متخيل انت ليه هذا المدعي ضد الأهل والمتربص بالأهل والمحاول شيطانة الأهل سواء في برنامج أو في تويتر أو تلقيحة ليه ما بتتكلمش على إنه فلسطين ما هيش غزة فقط وغزة ما هيش حماس فقط القضية الفلسطينية أكبر من كده ده غزة عطفة مع مصر والنادي الأهلي خلي بالك هو حماس ليه علم حد شاله؟ لا بصوا بقى علشان يبقى الكلام في منتهى الوضوح في هذه القضية وكلام في الأهرام صحيفة مصر القومية التاريخية الكبيرة شوفوا الكلام المسؤول والمتزن من كاتب صحفي كبير بقيمة الأساس دبيل عمر كاتبوا كمان في المصر اليوم النشر كان في المصر اليوم فقال نبيل عمر اللي هو مدير تحرير الأهرام كتب في المصر اليوم بعنوان الأهلي وخطورة الشيطانة وإحنا لقينا القضية فعلا فيها بعض الخطورة حبينا نتكلم فيها بكل الوضوح علشان هؤلاء المتربصين واللي بيتصيدوا للأهلي كل حاجة زاريع الفتنة كريه الفرحة يبقوا عارفين أن محاولاتهم مكشوفة لأن قيمة الأهلي ودور الأهلي الوطني واتساق الأهلي مع بلده وخدمة الأهلي لقضايا وطنه أكبر كبير كتير جدا من أن تمثل بالفكرة أستاذ إبراهيم نحن هنا لن ندفع الأهلي ولكن نكشف نوايا هؤلاء كتب الأستاذ نبيل عمر منذ فترة ليست قصيرة وفضائيات معينة ومزيعون وشخصيات الرياضية لأسباب متنوعة تحاول شيطانة الأهلي ليبدو ناديا مارقا متعاليا فوق الجميع جمهور أو بعض منه لا يحترم الأرض التي ولد عليها ونعم بخيراتها وحمل اسمها وتاريخها مبدئيا الكلام للأستاذ نبيل عمر وقبل أي كلام الوطن هو فصيلة الدم ونن العين الوطن فصيلة الدم ونن العين ورائحة الجنة وطعم الحياة وهو الهاتف الذي يجعلنا نتقاسم كسرة الخبز ونستهين بالخطر ونركب المخاطر والأهوال لنرفع رايته ونعزف سلامه على الدنيا كلها هذا هو الوطن يا أستاذ ابراهيم الذي يرىه الأستاذ نبيل عمر وهو أهلاوي والذي نراه والذي نؤمن به والذي لا يؤمن به هؤلاء الذين يقولون الأوطان أكفان صحية بيقول الأستاذ نبيل عمر ويستحيل أن نقبل أو نسكت عن أي فرد أو جماعة تسيئ إليه بأي شكل لكن أيضا يصعب أن ندع أسلاكا شائكة يلفها البعض حول وطنية جماهير الأهلي زعمين انحياز هذه الجماهير إلى جماعة سياسية إرهابية على حساب وطنها ويصوغونها في عبارة خبيثة بأن ألترس الأهل مخترق من الإخوان ثم اتسعى الخرق على الراتق وسقطت من أفواهم كلمة ألترس ولا يدعون مصادفة تمر ولا يدعون مصادفة تمر دون استغلالها في إشاعة هذه الخرافة وبيقول نبيل عمر كما حدثت قبل أسابيع في مباراة لم يتوقف 349 مشجع عن الغناء والرقص احتراما للسلام الوطني وهو يعزر رغم أن الناس قالت ما كانتش صوت باين وصوروا الواقع بأنها رسالة مقصودة وتماد بعض المتربصين اللي الكلام ده لكشفهم وكشف زي فهم وألعبهم الجملة الأخيرة من عندي كما لو أن هؤلاء الصيبية والمراهقين والشباب الأرعن هم النموذج الذي يقاس عليه عشرات الملايين في المدن والمراكز والقرى والكفور والنجوع على امتداد الوطن كله بهذا التفكير الغوغائي تهى الدقائق الواقعة ولم نفسرها على نحو صحيح فهؤلاء المشجعون لهم أسماء وبيانات وصور مسجلة وكان يسهل إخضاعهم لبحث اجتماعي شامل فنعرف أصلهم من فصلهم ونفرق بين الذين قصدوا عدم احترام السلام الوطني والذين اندفعوا مع القطيع للغناء والرقص المحردون نحاصرهم قبل أن ينتشروا خلايا نائمة والآخرون ننقذهم من الفحر وربما كنا اكتشفنا شيئا مغيرا لكن مساحة التأويلات زادت على شبكات التواصل الاجتماعي والفضائيات إلى حد تبادل صورة العقد قران لعب معروف بجانبه شخصية كبيرة وبينهما الشيخ يبرم العقد وقد تبدو الصورة من باب التحفيل أو السقرية المعتادة بين الجمهير في ذلك الزمن لم يستمر الأستاذ نبيل عمر في شرح كل هذه الأبعاد باختصار نفذ وجودها المحسوس على هذه الجماعة من صغرة حساسيات سياسية غير دقيقة ولأنها كانت تعد العدة للقفز على السلطة فكرت في الوصول إلى دوائر شبابية منفعلة تستخدمها وقودا عند الصدام المؤجل وظهرت روابط الألترس ثم الحديث عن ما سبق لهذه الجماهير لكن الجملة التي يختتم بها مقالته بشأن الأهل يقول نبيل عمر إن محاولات شيطانة الأهل والتربص به فضائيا وإداريا وعمليا كأنه عقاب مقصود خطر جدا فاهدأوا قليلا يرحمكم الله حتى تستكمل الجمهورية الجديدة مهمة البناء دون معوقات إضافية وهي التي تعلمت دروس التاريخ وأغلقت باب السياسات القديمة مع الإخوان بالضبق والمفتاح أستاذ إبراهيم جماهير الأهل عشرات الملايين متوزعين في أرجاء مصر حيبقى في جزء منها ضئيل جدا له توجهاته سواء اليسارية العقائدية الإخوانية حيبقى فيه نادي الزمالك له نسبة أيضا فيها ملايين هتجد أيضا جزء من جماهيره أصحاب أجندات وعقائد الخطورة أنك أنت عايز توجه ويتشاور على جماهير بعينها طيب ما هو العشرات الملايين الذين يؤمنون ببلدهم والذين يؤيدون ونزلوا الملايين لتأييد 30 يونيو هم شعب معظمه من الأهلوية ما نحن نقدر نشاور كده برضو لأن الشعب مش هيختفي مش هنقول بتوع القرى دول فرزوهم على جنب والباقي دول بتوع السياسة مش هتلاقي هو الشعب المصري له اهتماماته هنا وهنا وهنا ولكن أنا معلو أستاذة مين أستاذة نبيل عمر ما انت عارف الناس ما تروح لهم وعلى فكرة السلام الوطني مش الجماهير بقى ده في صور للععبة أثناء السلام الوطني لا تكترس ولا تردد ولا تركز وبتتكلم في مواضيع تانية مش معنى كده انهم ما بيحبوش بلدهم لكن هذا نوع من الابتزاز والاستخفاف بعقول الملايين مصر بخير يا أستاذ إبراهيم في هذه اللحظة بالذات أستطيع أن أقول لك أن شباب هذه الأمة يلتف حولها بكل القناعة والصدق والاقتناع وبمنتهى الإخلاص لأنهم رأوا ما لم يروس سابقا من عمل وجه وصدق ولأنها قضية برضو محاولة شيطانة الأهل والإساء إليه والتربص بيه وأي حاجة تحصل قد كده إلحق خدها واتهم وقول لعبة قديمة وقعوا بينك بين محافظات هم 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 نفسهم أصحاب هذا الفكر هم اللي متبانين هذا وهتليهم وراء كل الكلام ده هم اللي وقعوا بينك بالإسماعيل هم اللي وقعوا بينك هم اللي بيحاولوا يقعوا بينك وبين محافظات تانية حتى أسكندرية اللي مشهورة إن السكنداري أهلاوي الأهلاوي سكنداري لكن هم مش بيهمدوا لأن هم فكرهم شيطاني مش شيطانة الأهل ده هم شيطين برغم إنه لا أظن أبدا إنه في نادي أو هيئة رياضية في مصر من المؤكد إنه محدش بيقدي دوره في خدمة الحركة الرياضية وخدمة المنتخبات الوطنية أكتر من نادي الأهل محدش بيتناغم مع فكر الدولة وتوجهات قيادات الدولة في الإنماء والتعمير والبناء أكتر من النادي الأهل الأداء الأداء في قمة الانضباط والمسؤولية الحرص الدائم على الاتساق مع الأهداف الوطنية للبلد دائما وأبد إن الله لحريص على تربية شبابه وأعضاء ولعبيه على هذا الفكر الإيجابي في خدمة قضايا الوطن حتى مستوى التمثيل الخارجي ارجعوا لكل سفراء الدول سفراء مصر في كل الدول اللي الأهل بيزورها شوفوا حجم التقدير لنادي الأهلي ولسلوك بعثة النادي الأهلي ولمستوى تشريف وتمثيل النادي الأهلي الوطن في الخارج وحجم السعادة اللي بيطفيها على كل أبناء الوطن اللي موجودين في الخارج ومستوى الظهور الممثل لمصر في الخارج محدش بيعمل ده أكتر من نادي الأهلي وهو لا يمن لكن بيقوم بدوره المسؤول والتاريخي فمش معقولة بعد كل هذا الحرص وهذا الأداء المسؤول المنضبط من النادي الأهلي سوى مجلس إدارته أو لعبته أو جماهيره نسكت على هؤلاء المتربصين اللي دايما هيصطد أي حاجة صغيرة علشان يحاول شيطان التالي انت عارف انت عايز لو انت عايز تحقق دور ورا دول مش الجماهير مش اللعبة اللي بتصرف بشكل تلقائي لا دور ورا دول اللي كان ورا الشقاق بيننا وبين الجزائر وصل إلى هذا الاحتقان البغيد اللي كان ورا الاحتقان بين لحمة الشعب الواحد أبناء الوطن بين جماهير الأهلي وبورسعي جماهير الأهلي والإسماعيل المحلة جماهير الأهلي والمحلة هما هما دور وراهم هتشوفوا الأجندة اللي بتحركوا بيهم هما دول هما دول الشياطين والحقيقة محاولة شيطانة الآله بهذا الشكل مش بس استفزت واستنفرت ألم الأستاذ نبيل عمر لا استفزت واستنفرت فكر الكاتب الصحفي والمفكر الأستاذ عمر الشبكي كتب في المصر اليوم أيضا عن قضية عالم فلسطين وعن قضايا التضامن مع الشعوب وعن قيمة فلسطين وأهمية فلسطين كما أيضا نفس القضية لفتت انتباه وحركت فكر الكاتب والمفكر المصري الأستاذ جمال أسعد جمال أسعد كتب في الدستور الطائفية والعالم الفلسطيني ولما يكتب جمال أسعد كمفكر مصري بهذه الغطبة عن محاولة تسييس الرياضة والإساءة إلى نادي بقيمة النادي الآلي لمجرد الالتفاف أو رفع عالم فلسطين بيقولهم لما الجزائر فاز بكاس العرب أهدى الفوز إلى فلسطين وتم رفع العالم الفلسطيني تحية للشعب الفلسطيني وتذكره 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 بقضية فلسطين وعندما فاز النادي الآلي بالسوبر الأفريقي قام أحد اللاعبين برفع العالم الفلسطيني ده جمال أسعد بقولكم المفكر القوم المصري اللي بيقول أما على المستوى المصري للمتشدقين ضد رفع العالم الفلسطيني فنقول إن مصر البلد العرب الوحيد نقول الوحيد الذي يؤمن بعدلة القضية والذي دفع وما زال يدفع الثمن وآخر هذه المدفوعات تبرع الرئيس السيسي بنصف مليار دولار لإعادة بناء غزة إضافة إلى أن فلسطين هي الحدود الشرقية وهي حاقة الصد لحماية الأمن القوم المصري وبيشير جمال أسعد في مقالة مهمة في الدستور إلى دور النادي الأهلي في مزيد من اللحمة والتواصل مع شعوب سواء الشعب الفلسطيني أو الشعب العربي كله ده كلام للتوضيح وده كلام للتأكيد إلى أن هؤلاء المتربصين بالأهلي اللي دايما وأبدا بيتصيدوا أي خطأ حتى لو من فرد ولا يحسبوا العواقب وما بيحسبوش العواقب مش عارفين أنك أنت لمجرد ما جماهير مصرية شالت عالم فلسطين في مناسبة زي ما الجماهير الجزائرية شالت زي ما بيقول الأستاذ جمال أسعد كانت النتيجة أنه مدرجات الملاعب الفلسطينية كلها رفع العالم المصري هي دي مصر وهي دي قيمة مصر وهو ده دور مصر اللي النادي الآلي واحد من الأندية الوطنية المسؤولة عن الحفاظ على هذه المكتسبات الوطنية المهمة ده كان كلام مهم جدا في محاولة لكشف هؤلاء المتربصين والمتصيدين رغبة منهم في شيطانة الأهلي لكن زي ما بنقولهم دايما مكشوفة اللعبوا غيرها نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة وإحنا بنقلب أوراق 21 في أيامها وساعتها الأخيرة لا نغفل أنه هذه السنة شاهدت انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي في انتخابات الكل أشاد بيها والكل أشاد بنزهتها وهدوءها والتزامها وضوابطها نشوف في هذا التقرير اطلالة على انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي كأهم الأحداث الإدارية في النادي في 2021 في يوم تاريخي بل قل عليه إن شئت عرصا حقيقية شهد له القاصي والداني نجحت الجمعية العمومية للنادي الأهلي في الحفاظ على قيم ومبادئ القلعة الحمراء واختارت مجلسا كاملا رأت فيه القدرة على القيام بكل ما يهم ويخدم مصلحة النادي واستكمال ما بدأوه في السنوات الماضية رافعين شعار فريق واحد في شهر نوفمبر الماضي وتحديدا يوم السادس والعشرين منه أسدلت الجمعية العمومية للنادي الأهلي السطارة على العرص الانتخابي لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات جديدة حتى عام 2025 حيث تمت إعادة انتخاب محمود الخطيب رئيسا للنادي الأهلي رفقة جميع أعضاء قائمته الانتخابية بداية من النائب حتى الأعضاء تحت السن وشهدت انتخابات الأهلي حضورا كثيفا من أعضاء الجمعية العمومية الذين توافدوا على مقر النادي بالجزيرة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في اختيار عملية الانتخابية 22137 صوتا صحيحا في ظل التسهيلات التي قدمها النادي لجميع أعضائه وسط الإجراءات الاحترازية المشددة وبعد يوم طويل وشاق أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اكتساحا كاملا لقائمة الكابتن محمود الخطيب الذي فاز بمقعد رئيس النادي بعد حصوله على أكثر من 19 ألف صوت كما فاز خالد مرتجي بمنصب أمين الصندوق وفاز في العضوية تحت السن محمد الجرحي طيب دي كانت طبعا مشهد من مشاهد انتخابات تم تصورها أنها سوف تكون الأسهلة لن تحظى بهذا الإقبال من الجمعية العموية ولكن لأن يعني تقريبا المنافسة كانت بقائمة مغلقة الكابتن الخطيب من واقع الإنجازات ومن واقع الأداء ومن واقع البتاع كان الناس يعني الشعور العام أن الانتخابات كانت ستبقى أسهل من كده لكن لماذا كان هذا الزخم الذي تجاوز حاجة وعشرين ألف أضو لأن الناس جاية تقول يوزر السلطرة على هذا الأمر لأن كان الحقيقة التأشيرة التي كتبت في الآخر دخلتنا في زيد دا لما ما علينا انتخابات بتقول أن المجلس يحظى بهذا الإجماع يعني يكاد يكون حاجة في التسعين في البية أي طبعا القائمة بالكامل نجحت وده دور الجمعية العمومية ممكن تيجي تقولك شكرا الحقيقة برضو وإحنا بنستعرض جانب من هذا العمل قناة الآلي مشكورة وده يعني الحقيقة أمر لابد أن نحن نحيي عليه إدارة القناة والقائمين على العمل الوسائقي اللي ظهر عبر شاشة الآلي مؤخرا الفيلم الخاص بجعفر ولي شغل شغل محترم حلو عد رئيس النادي الآلي في فترة تاريخية مهمة جدا صاحب مواقف طويلة جدا أعتقد فيلم تسجيلي أعتقد أنه عنده رقم خياسي في عدد السنين سنوات التراقص النادي لكنه الحقيقة عمل وسائق هايل جدا بنحيي عليه زميلنا العزيز محمد منصفة وكل فريق العمل معاه اللي في القسم التوسيق المهم جدا للنادي لأنه في النهاية أنت بتحتفظ للنادي بوسيقة مصورة حكية كل مراحل تطور النادي في خلال حكمة زمنية مهمة جدا من خلال استعراض تاريخ واحد من رموز الأهل الكبار ولعله كان في توقيته أنه جعفر ولي هو المؤسس للالتحاد المصري لكرة القدم وأول رئيس له وده جاي في سنة المأوية بالنسبة للالتحاد المصري ده كان عمل وسائق حتى أجيالهم الحالية فحسنا فعل هذا الفيلم أنه توصل إلى ابنة جعفر ولي داشة يعني حد من أحفاده عشان يقدم بنته عشان يقدموا لنا برضو بعض الجوانب الخفية عنه الشخصية وإنت لو تتبعت كل الرموز هذا التتبع حتجد أحفاد الأحفاد حيقولولك حيقولولك جوانب أنت محتاجت عرفها عن هؤلاء الرجال العظام صحيح طيب هذا الأسبوع كمان شاهد إجراء أرع الدوري أبطال أفريقيا لدور المجموعات الآلي يا جماعة عنده فرصة لإحراز إنجاز غير مسبوخ في تاريخ البطولة وتاريخ القارة وده اللي ركزت عليه مجلة الآلي في عددها الصدر اليوم إن السلاسية تدخل الآلي تاريخ كبير جدا الآلي أخذ البطولة مرتين مازنبي أخذها مرتين أكتر من نادي احتفظ باللقب لكنه لم يسبق لأي فريق باشموندس فاز بهذه البطولة ثلاث مرات على التوالي فيجب أن يكون ده كابتن سيد عب حفيز يجب أن يكون ده الهدف المرصود والدافع القوي لهذا الجيل من اللعيب الجيل الزهب الجيل الزهب جيل أبو تريكا وبركاته وقال جمعة ما عملهاش من والجزئة مستر بيتس ومسلماني ما عملهاش إنك يكسب دور الأبطال ثلاث مرات وراء بعض ده دافع كبير جدا يدخل هذا الجيل من اللعيبة والجهاز الفني التاريخ الله يكون فعون هذا الجيل اللي ما عندهش فرصة لالتقاط الأنفاس وتحدي من تحدي من تحدي ومطالب بحراز كل الأهداف وتحقيق الأرقام الخياسية أتمنى التوفيق لهذا الجيل حتى يصبح الجيل التاريخي والزهبي مش في النادي الآلي في أفريقي طيب القرعة اتعاملت المجموعة الأولى الآلي سانداونز والهلال والمريخ كان ملاحظ جدا حكاية كل فرقتين من بلد واحدة وعين مع بعض الهلال والمريخ الأشقاء السودانية ويعوا مع الآلي وسانداونز الرجاء المغربي ويع معها في المجموعة الثانية أمازول الجنوب أفريقي وسطيف الجزائري وحوريا كونكر الغيني بس المجموعة الثالثة فيها مواجهة تونسية عربية الترجي والنجم من تونس معاهم بلوزداد الجزائري وجالكس البوتسواني دي مجموعة قوية جدا المجموعة الرابعة الوداد المغربي والزمالك وفريقي أنجولا بيترو أتليتكو وسجرادة لتنين من أنجولا إذن فريقتين من أنجولا ومعاهم فريقين عربيين بيترو أتليتكو ده معارفينه سجرادة اللي ما نعرفش الزمالك والوداد التصنيف اللي كان زي ما حضراتكم متابعين لكن على ذكر بقى تصدم الموعيد هو كاس العالم للأندية تخلص امتا 12 فبراير 12 اتنين تخيلوا أنه الاتحاد الأفريقي هو راخر وبيعمل جدول القرعة حط للالة أول مباراة له مع المريخ السوداني في القاهرة 11 أو 12 فبراير تخيل يعني هو الرهان دايماً عليه أن الفرق مش هتكامل يعني أنت في النهاية وده طبعاً بيفرض عليه أنه بيؤجل بسبب كاس العالم بس أنا بقول لكم على غياب التنسيق الآلي بيبدأ مشواره إن شاء الله دفاعاً عن لقبه مع المريخ 11 أو 12 فبراير يؤجل بسبب كاس العالم الهلال مع الآلي يعني الآلي حيستضيف المريخ ثم يسافر للهلال على طول بعدها بست أيام يعني 18-19 فبراير الآلي مع الهلال السوداني برا هل هيلعب في السودان ولا هيلعب برا حتى الآن الاتحاد الأفريقي ما ثبتش الملاعب الآلي يرجع يستضيف سانداونز 25 أو 26 فبراير كله في فبراير يدخل في شهر مارس فيه مطشين مهمين الآلي هيسافر لسانداونز 11 أو 12 مارس ويرجع يستقبل المريخ ويرجع يستقبل المريخ 18 أو 19 مارس ويختم مع الهلال في القاهرة 1 أو 2 إبريل إذا نحن نتكلم على فبراير ومارس هيخلصوا الموضوع وتنتهي 1 إبريل فترة مضغوطة جدا واضح جدا الجدول عشان كده ما عرفش الحج المهندس فرج عامر في لجنة المسابقات الكلام ما يخص الشناد الأهلي كلام يخص الأهلي ويخص الزمالك ويخص المصري وبرامز المشاركين في الكنفدرالية هل مع هذا الجدول المضغوط هل الحج عامر حسين بعد في ظل هذا الجدول المضغوط حيتم مراعاة الأندية المصرية الأربعة ولا مزيد من الإجهاد عليهم بالذات أن الاتحاد الأفريقي أيضا مش متوصي أنت متخيل أنه بيخلصوا البطولة كلها في دور المجموعات في فبراير ومارس مش حتى في فبراير في منتصف فبراير 11 أو 12 فبراير فنتمنى من المواندس عامر حسين أنه الأندية المصرية الأربعة يتم مراعاة جدولهم المحلي مش تلعب هنا مطش وتسافر وتبص تلاقي فيه مطشين محليين مزنوئين الصحف السودانية تحدثت عن أن المريخ بيختار ملعب أدس لاستضافة مباراة المجموعة كافر وطر أيضا السودانية قالت الأمين العام للهلال بيقول قرار بعد ملعب الهلال ده كلام قديم دي قضية لم تحسن بعد وجمال الوالي بيوجه رسالة للهلال والمريخ بيقترح على مجلس إدارة الناديين اختيار كينيا أو أغاندا للعب فيها لكن حتى الآن مسألة الملعب غير محلولة لو بعيدا عن هذا الجانب من التعليقات السودانية على القرعة الحقيقة كابتن عبد منعم شطة كابتن شطة طبعا نجم الأهلي الكبير واحد من نجوم الجيل الزهبي في السبعينات وهو السودان الشقيق له رأي في القرعة كمان كان مدير الإدارة الفنية في الاتحاد الأفريقي فمن هنا لما يتكلم على الأهل ويتكلم على الهلال والمريخ والاتحاد الأفريقي يبقى كلام كابتن شطة مهم نسمعه المجموعة بتاعته فيها صعوبة شديدة جدا لأنه فيها أفريقين من بلد واحدة واعتبروا دير بكبير واعتبروا من أجبر الفرق في السودان وكمان يعني عندهم برضو مصنفين أفريقيا معهم طبعا معهم سانداوز والسحب الأوراعة وسانداوز ده بتع موسيمان يا كابتن عبد منعي؟ طبعا 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 ده العفل معه بطولة أفريقيا ده درامة غير عادية بجد يعني هو ترهيب من نائي بقى رأي جايب سانداوز معاه عشان بس إيه الناس اعترضت على وجود المسيماني في كجسف أنر أو كضيف شرف في أنه يسحب الأوراعة وأنا حقيقة اندهشت جدا من الناس اللي بتقولك مفروض ما يسحبش أوراعة إزاي يعني ما هو ما هو يعني السبب الرئيسي اللي خلى الناس تعترض على هذا الأمر حقيقة أرجع تاني للهلال والمريح إذا أقولك أنهما حتى هذه اللحظة ممنوعين يلعبوا على عرضهم نتيجة الاستهدات غير مطابقا للمواصفات اللي مضاع الاتحاد الأفريقي في الكلاب لايسنسينج وأنه لازم الأندية لمشتركة بطولات دور الأبطال يكون لها مواصفات معينة في الاستهدات فأنتوقع أنه هلال ممكن يلعب من مباراة تاته رايح جاي إلعبها في مصر أتوقع ممكن يغير طبعا أهلا هلال هلال حيلاقي كأنه بالعب على الأرض يعني ما هو ده اللي حيحصل لأنه ممنوع يلعب على الأرض وحيروح فيه أين تاني وهو أحيجي هنا ويطلب الاتحاد الأفريقي إنه يقيم ويقعد في نفس يعني ما يسافرش كتير وفي سنداونس طبعا حيث ترى يروح هناك يقعد في جنوب الأفريقية ولعب المصر هناك أتوقع ذلك لكن هناك محاولات من حياء من رئيس نادي الهلال إنه يخلي الحياء المتطلبات طلبة الاتحاد الأفريقي للإستاذ الهلال إنه يحاول نفسها قبل فبراير وده ممكن طبعا تحصل لأنه عنده حياء إمكانات كويسة الهلال يقدر يخلي المريخ والهلال يلعبه على إستاذ الهلال يعني هل هتوقف عنده الاعتراض على إنه مسلمان يطلع يعمل قرعة مسألة ما هيش يعني في وجهة نظري هو اللي تعادل الأفريقي الرجل ده أخذ أفضل مدرف أفريقيا وحامل لقب يعني لا يعني هيعمل إيه هنرجع تاني الكرة السخنة وكرة المبلولة وكرة الساعة وشغل المؤامرات المستمرة ده وبعدين هو يعني لما مسلماني يشد يشد سانداونز وشد الهلال والمريخ يعني لو عايز يختار يعني فيجيب قرعة صعبة للاهل بشكل ده قال عليها الزبيل سيد علي إن فيها دراما عالية جدا لأنه مسلماني التاني بيقع ضد سانداونز طب بقى فيه سانداونز رأي يومي بعد مواعه مع الأهل نشوف اللي أستاذ خالد علي في أون تايم سبورت بيتكلم على القراءة مجموعة صعبة مجموعة صعبة قوي بالنسبة لأهلي حمل لقب سانداونز الهلال المريخ لا هي مجموعة صعبة تتكلم عن الصعوبة هي مجموعة صعبة نادر أهلي إذا ما قلت لك حمل لقب آخر نسوختين الهلال الهلال كان معنا سنة اللي فاتت فرقة قوية جدا على الأرضها من دور المجموعة السنة دي أعتقد فيه 16 فريق 14 أو 12 فريق في زيب البطولة قبل كده فهي دور المجموعة السنة دي صعب الفرقة اللي هي عايزة تاخد بطولة المفروض ما تهبش من أي فرقة يعني بتلعب أن في النهاية دي بطولة قرد قدم دي رياضة فيها مكسب وفيها خسارة أكيد بتبقى أخف حدة بس في النهاية الفريق البطل المفروض أنه يلعب على أساس أنه ياخد بطولة فمش هيهب أي فرقة إذا كان للنادي الأهلي أو إذا كان للنادي سنداونز فأعتقد المباراة هتكون المباراة التالتة المباراة التالتة هتتخفف شوية من الوثيرة الممكن لأن في مباراتين قبل كده هتشوف أنت واقف فين واخد كم نقطة تقدر تقدر تشوف مش زي دور الثمانية انت النوك دلوقتي بقى الدربي في أفريقيا طبعا هو شايفة مجموعة صعبة خالد لكن لوجة نظر لو فكرت ما كانت لها صح ولكن أنا همني دلوقتي أنا والأهلي مش هنلتقي دلوقتي في أدوار قصائية بعد كده بدري يعني فيتمنى هو أنه يقول لك أوصل أنا يعني مليج دعمي التاني هو يوصل هو بيقول لأهلي لكن هو بيكلم على مصلحته ففيها وجة نظر ده كان عن الأرعة وأعتقد كلام خالد علي وكلام كابتن شط عن أن المجموعة صعبة طبعا صعبة فيه رد على الناس اللي بتتكلم على استضافة بيستر بيتسو موسوماني كضيف شرف في الأرعة لكن على فكرة هو سحب أرعة الكنفدرالية والأهلي مش مشارك في الكنفدرالية بس ما علينا ده كان كلام مهم جدا في ختام هذه الفقرة لكن تبقى في النهاية هناك الكثير في مجلتنا اليوم ومن أربعين سنة اليوم صدر عدد مجلة الأهلي بيركز على الأرعة بكل ما فيها من حوافز ودوافع أنه على هذا الجيل أن يعي أنه الفوز بالسلاسية يبقى مسألة مهمة جدا عموما نشوف هذا التقرير عن مجلة الأهلي اليوم ومن أربعين سنة احتفلت مجلتنا في عددها رقم مائتين واثنين وستين والصدر يوم الجمعة الثالث من ربيع الثاني عام ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعين هجرية الموافقة الثاني من مارس عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين بعيد ميلادها الخامس حيث كان النادي الأهلي رائدا في مجال الصحافة الرياضية كما كان ولا يزال رائدا في الرياضة وجاء العنوان الرئيسي للصفحة الأولى البطولة تقترب بسرعة فوز الأهلي اليوم يقضي على آمال المنافسين الأهلي والاتحاد في أهم مباريات اليوم وفي عنوان آخر المهندس سيد مرعي تحدث للأهلي كما أبرزت المجلة مواجهة مرتقبة بين الأهلي وفريق كابنهاج الدنمركي يوم الحادي عشر من مارس وفي الصفحة الرابعة فتح سيد مرعي قلبه للجماهير من قراء المجلة حيث أعرب عن سعادته لاختياره رئيسا شرفيا للنادي الأهلي الذي أكد قدرته على النهوض بالرياضة كلها في مصر وأضاف مرعي أن مقياس نجاح الأندية هو حجم شبابها وتطرق لمسألة إذاعة المباريات مؤكدا أن إذاعة المباريات على الهواء تستلزم التعويض وتخصيص العائد للأندية وفي الصفحة الخامسة رصدت المجلة توقف حركة المواصلات تماما في شارع شبرى الرئيسي والشوارع الجانبية لفترة تزيد عن أربع ساعات بسبب إقبال الجماهير على نجوم الأهلي صفوة عبد الحليم وشطة وفتح مروق وفي الصفحة العاشرة أفردت المجلة تقريرا مطولة عن نتائج فريق تحت 21 سنة بالنادي ووصفته بالبطل وأنه سيكون أمل مصر والنادي الأهلي وفي عموده خمسة أهلي كشف المهندس عدل القيعي عن كواليس موافقة مجلس الإدارة على المشروع الذي تقدم به من خمس سنوات بإصدار أول مجلة رياضية متخصصة عن نادي المصري وتحت عنوان حديث كله شجن تحدث الدكتور مصطفى الديواني عن حكاية انضمام طاهر الشيخ إلى الأهلي ورئاسة الخطير محمود الخطيب لفريق الشياطين الحمر وفي الصفحة الأخيرة تصريحات لثابت البطل حارس مرمى مصر المنيع عن احتفاظه بنظافة شباكه في موسم 74-75 معلنا عن مفاجأة لعشاق النادي الأهلي خلال المباريات القادمة كان سيد برين بيسألني وإحنا بنتكلم خمسة أهلي على عنوان العمود كان ليس سميته خمسة أهلي لكن كان تقليد من تقليد النادي الأهلي كنا نحتفل بأي بطولة أو أي إيفنت أو حدث للنادي الأهلي بخمس تسئفات وكن تقليد يعني يشابه كده لأهلي فوق الجميع خمسة أهلي ده كان كلام مهم جدا يستحق عليه الأهلي خمسة أهلي في ختام عشرين وواحد وعشرين سنة كان فيها الكثير من الإنجازات والإنشاءات والمواقف الكبيرة للنادي الأهلي اللي بيستهل بيها العام الجديد كل سنة وحضراتكو طيبين كل سنة ومصر وكل المصريين في أحسن صحة وعافية إن شاء الله دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله تسوى على خير